صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم يوم جديد وبداية حلقة جديدة حلقة نهاية الأسبوع من 10 الصبح في الأهلي منرحب كل حضراتكم في بداية حلقتنا النهاردة وأكيد عندنا كلام كتير هنتكلم فيه ولا سيامة بعد ما فقدنا نقطتين غاليين غير النقطتين الغاليين اللي كنا فقدناهم قبل كده في ماتش الجونة على كل الأحوال أكيد هنتكلم مع حضراتكم عن كل هدي التفاصيل بس قلنا نصبح عليكم الأول صباح البطل والله يا كريم أنا كان نفسي نيجي نقول صباح النصر النادي الأهلي هو اللي علمنا ده أو عودنا على ده لكن الأسف الشديد النهاردة هنقول صباح الخير وإحنا كمان زعلانين لأن هنتكلم طبعا في كل التفاصيل لكن مباراة لم تكن الأفضل خلينا نقولها بهذا الشكل نهاردة معنا فقرات إيه بقى؟ عندنا ست كالعادة في الساعة الثانية فقرتين حواريتين الأولى هنتكلم من خلالها عن رياضة الجودو الفقرة الثانية بقى فقرة تحليلية كروية هينورنا فيها كابتن إسلام عادل نجم النادي الأهلي السابق وطبعا دي الفقرة اللي هنتكلم فيها باستفادة عن اللي كلنا شفناه وما كناش راضيين كل الرضا عنه فيه ماتش انبارح يعني الحقيقة ما ندرش أن احنا نبتدي معاكم حلقتنا النهاردة بكلام من النوع المزوء الماتش ما كانش حلو الأداء ما كانش حلو الروح ما كانتش حضرة التركيز ما كانش موجود وطبعا النتيجة بطبيعة الحال كانت طبيعي جدا انها تنتهي على ما انتهت عليه الحقيقة علامات استفهام كبيرة جدا فكرة انك تبقى كسبان من 3 ايام ماتش بثلاثية ومضيع فرص كتير وماتش مبارح ما فيهوش فرص تقريبا نهائي يعني لو اتكلمنا الكلام اللي لازم يتقال اكيد كلامنا حيزعله وطبيعي نكون زعلانين يعني ليه نخسر نقطتين امام الجونة وبعد كده نخسر نقطتين تانين امام سموحة على كل الاحوال الماتش انتهى وحنقلب صفحته كان معتاد ونتمنى ان ان شاء الله اللي جاي يكون افضل بكتير ان شاء الله بص اللي زعل صراحة لو حنتكلم ان ما كانش فيه اصلا روح برضو مش خاطلع زوء كلامنا وكريم ومش حنتكلم بقى كلام يعني نحاول ان احنا نقول خلاص ولا حصل وخلاص اللي حصل تمام بس احنا بقين بجد منتعامل مع مباريات الدوري ولو حد يعني ليه رأي تاني يبعت لنا لأ بجد احنا بقين يا كريم شايف نفسك ان الدوري ده خلاص بقى مكسب مضمون هتكسبه في اي وقت لا طبعا فيش حاجة اسمها كده فيش حاجة اسمها كده ابدا لان انت كل شوية بتفقد نقاط زي ما حضراتكو شايفين وفي مباريات كمان يعني في المتناول يعني مش عارفة ايه المشكلة عندنا حي والله تكروا كمان ان السنتين اللي خسرنا فيهم الدوري حضراتكو احنا بسبب كان عامل كبير جدا التمأنينة الزايدة الثقة الزايدة لاننا كنا يعني كسبانين وقتها بطولتين بطولة افريقيا كمان وقتها لكن عندك اعتقد لا انا اعتقد الزايدة هي السبب بشكل كبير جدا وبنعود نقرر ده كل مرة يعني احنا بنعود نقرر ده كل مرة وعلى فكرة مارسل كولر ملاحظ النقطة دي جدا ومركز مع النقطة دي جدا وتكلم مع اللعيبة اكتر من مرة في النقطة دي وهو حتى كان في التصريحات المختلفة بعد كل مباراة اوقات بيركز على النقطة دي حتى عد عليها كده بشكل غير مباشر كان دايما يقولك الدافع لازم يكون موجود الدوافع الشغف اللي بيبقى بعض اللعيبة مش وصله يعني لا في مشاكل عندنا لأسف الشديد جدا فيه ازمة انا يمكن زعلانة شوية انا بزعل بصراحة يعني انا الموضوع بيفرق معي بشكل كبير خصوصا لما انت يعني بتبقى مش عامل اللي عليك خالص عارف انت لو خسرت يا كريم او حتى عدلت مثلا بس انت مقدم فنيا اللي تقدر عليه الواحد ما بيزعلش لكن بصراحة يعني المباراة مباراة مباراة لا راحت سكة تانية تماما انا حتى كنت مباراة بتكلم ونزلت انا الفيديو اللي كنا منتكلم فيه مباراة في اللينك على الاهلي واسموحة وقلت توقعات وسألت الناس ده انا حتى قلت اتنين سفر يعني الواحد ما كانش قبلا متخيل ان احنا ممكن ما نكسبش ما نحصلش على النقاط اللي احنا عايزينها لا ده لا يقلل من سموحة بس احنا كننا فاهمين كابتان احمد سامي حيلعب ازاي كننا اريين القصة ازاي وكابتان احمد سامي مابعدش على فكرة بس هو فعلا خلينا نقول ادار المباراة بشكل فعلا جايد جدا نمي بنات الاهلي خلينا نحن اسمان تأسرحات كولر ونرگعنا كامل عليه استخدار من مباراة اشهار صحيح صحيح الان اخل ومانا جد يمكنك فعلا هم يجب ان سمت وعدد إصلاح كوننا احنا متى من زلية احتمال قد اكبر اشهاراته عن رباة احنا مما اخذ من المباراة احنا بشكل عامر لاحصان ما نحن يكون فعلا احنا بشكل انه بس بشكل جدا قد احنا بشكل على احنا اشهاراته ابغا بعد ازاق للزبل احنا قد اكو اشه اشهاراته في الاول بس مرحوظة عايز اقولها او سؤال بطرحه. هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي هل هو في عنا بيقعد مع الحكام يتنقش معهم الحالات? يعني هل في عملية للمنقشة بينهم? او تطوير او تحسين? اصل حاجات كلها بتتكرر هي هي. في عاجات قواعد في الكرة واضحة في كل حتة في العنا. ما عرفش انا بتفضل هي هي طول اللي ما اتشعر بتتنفس ليه. لما لعيب يشوت الكرة وبعيد عن عن اللعب او كده او يضيع بها وقت او كده ما يخدش انظار. انا انا ما عرفش ده ده طبيعي. اكيدا مفروض الكورد دي بيتم النقاش فيها. في لعب النهاردة كان مفروض ان هو ياخد كارت احمر. ما فيش. طب ما ما فيش حد بيتنقش الحاجات دي. ولا الحاجات دي بتعدي كده. ولا ها هو بيقعد معاهم. لان انا ملاحظ ان الموضوع بدي من السنة اللي فاتت. يعني في اول موسم كان ماشي كويس. وان حصل تغيير. وبعدين بدأت الدنيا ترجع تاني مش احسن حاجة. كان فيه تحسل طفيف السنة اللي فاتت. وسط الموسم كده لكن في الاخر برضو بدأت كده العملية ما تبقاش احسن حاجة. والسنة دي الموضوع مكمل بشكل باخطاء غريبة جدا ومتكررة. عمليات تضيع الوقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص. وهكذا. بس ده نقطة كده في طوز حاجة. نقاش نقاش. نظرنا في البحث تعتمو جدا ومتكرت لطيفة. وننا عمل وإن ولا مقالة konnten شارك الحاجة. وضعوا في البحث تعتمو جدا ومتكرت لطيفة جدا ويلا نظروا في البحث وستمو جدا القراء. وكان من غريبة أنه من 40 أو 90 أو 90 أو 60 الرحل عليهم من الضوان شارك. وحسب لقد وجدت أفضل المساعدة للمساعدة للمساعدة وذلك يجب أن يكون هذا المساعدة أتلعب بتسعة جوة 18 أستغارات أليلة المساحات تبقى أليلة تحاولت لها حلول للأسف إحنا ما لقناش حلول وقضعنا كم فرصة لكن ما لقناش حلول كافية أننا نكسب وللأسف ما لقناش تلعب النتيجة دي طيب ده كان جانب من التصريحات اللي أدل بيها مستر مارسل كولر متجاهما في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة وطبعا كل الملاحظات اللي هو وقف عندها أكيد كلها في محلها وإن كان جمهور النادي الأهلي نقدر نقول أنه حقيقة حتى ما وقفش عند التفاصيل دي لأنه كماله فيما هو أبعد من كده بكتير واللي أبعد من كده بكتير أنا مش عارف حضراتكم ممكن تبقى شايفينه إزاي نهاوان دي مثلا استنتجت أنه هو ثقة زيدة وده قد يكون فعلا كلام مصبوط ممكن حد تاني يشوفها اللي التركيز ممكن حد تالت يشوفها طراخي النتيجة واحدة لكن احنا عندنا مشكلة ولازم نشتغل عليها وبأسرع وقت ممكن عشان نحافظ على الصدارة ونحافظ على السيطرة وعلى الهيمانة ومن أولها لأن احنا قبل كده عدت علينا مواسم سابقة فقدنا فيها لقب الدولي لا لشيء غير لأن كان فيه على مدار الموسم نقدر نقول نزيف نقاط ما كانش ليه أي لازمة الحقيقة فاحنا مش عايزين السيناريو دايك قرر وإحنا لسه في الأوائل حنرجع ونقوله لسه فيه أكيد بسحة وقت كافية لتصحيح الأخطاء في حال وجود أخطاء قد نكون إحنا اللي فاهمين غلط بس إحنا في الآخر ما بنقيمش غير اللي إحنا شايفينه لا ما تريد إحنا فاهمين غلط يا كريم لأن فيه حاجات واضحة بشكل كبير جدا يعني أنت عندك مشكلة فيه مشاكل فنية كمان واضحة جدا كون ده لازم يتظهر يبقى فيها يعني رأي آخر ما بتستغلش الفرص الكرات السابقة عندك فيها مشكلة الفنال عندك فيه مشكلة لا يعني لا إحنا إهدار فرص مستمر معنا من الموسم الماضي لكن لا يعني وديه من أكتر الأمور اللي لازم تتظبط الفترة ما ندرش نقول ما فيهش أخطاء فنية لا فيه أخطاء فنية احنا ما نقول لاشل ما فيهش أخطاء فنية ايو أنا فاهمة كل واحد برضو أي خلي بالك أنا هوند عارفة الرؤى ممكن تختلف لكن إحنا في الآخر هنرجع ونقول المحصلة النهائية إن الموصل اللي سوفناها ما كانش مردي لأي حد لا مش مردي والنقطة اللي عايزة أقولها كمان يعني بجانب كل ده ضيف تاني هنرجع نركز على النقطة الأساسية وأنا أشعر إن الموسم ده اللعيبة ده أخلص شوية ما عندهمش شغف يعني اللي هو أنا خارج من الموسم معرف أنت لما حتى تبقى أي شخص حصل على جوائز وتكريبات وفام وجوائز مادية وغير وغير وتيجي بعد كده خلاص بأستنى اللي بعدها خلاص ما أنا عملت كل حاجة أنا عملت وصلت اللي أنا عايزه وفيه ناس بتفقد الشغف فيه ناس بتحافظ على ده تقول لك أنا عايز أحسن وأحسن وأحسن ولا تكتفي بالنجاحات وفيه ناس لأتقول لك خلاص طبعا دي مش طبيعة لعبة النادي الآلي مش طبيعة أصلا ولا ثقافة النادي الآلي في العموم لكن ممكن يعني قد تحدث في بعض الأحيان لكن أعتقد دي بقى يعني مهمة المدير الفني وجهز الفني كله مع اللعيبة اللي اتنين يعني مش دور حد الوحده ودورنا كجماهير برضو إن احنا دايما ندي الثقة ونعمل دافع مختلف ونبقى دايما محسسين اللعيبة إن فيه أفضل إحنا منتظرينه منهم بشكل كبير لأن هم يقدروا عارف أنت برضو طالما طالما قدامك يقدر طبعا دا 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 فهو دا اللي بيخليك تبقى بتتكلم بالثقة دي لكن لما تيجي تتكلم إن الدوري دا في جبنة لأ هو الدوري بحيش حاجة في جبنة بصراحة بحيش أي بطولة في جبنة يعني لا على مستوى المحلي ولا مستوى الإفريخي ولا مستوى الدولي ولا أي حاجة يعني فأتمنى أن احنا نتدارك المشاكل يعني قبل فوقت الأوان في نفس الوقت قبل ما تخش بقى في التئيل اللي جاي السواء على المستوى برضو المحلي أو الإفريقي لأن أنا مش عايزة برضو إفريقيا أن نقول إحنا واثقين وفرستنا يعني كلام دا برضو مش صح خالص الواحد يقوله ومش صح برضو أن انت تصدر أن انت خايف يعني أنا مش عارفة طب إيه اللهجة اللي احنا ممكن نتكلم بيها لأن الواحد فعلا واثق في النادي الأهلي لكن خايف واثق وخايف بصراحة بالأداء اللي احنا شايفينه يعني مع احترامي للجونة واحترامي لسموحة كريم بس يعني مش كده خلينا بصي أقولك مش أنت تقولي والواحد واثق وخايف تعالي نحايد الخوف يعني جانباً زي ما بتقال ونركز أكتر في الجانب المتفائل وجزء المتفائل عندنا هو فكرة أن احنا كلنا مدركين أن النادي الأهلي بلاعبتهم جهازه الفني قادر على تخطي أي صعاب قادر على إصلاح أي أخطاء في حال وجود أخطاء كما هو الحال وزي ما احنا شفنا الفترة الأخيرة تعالوا مبدئياً كده نقفل الصفحة مؤقتاً ودي طبعاً من ضمن عادة النادي الأهلي لأن احنا كمان عندنا ماتش في المنتقى الأهمية يوم السبت اللي جاي إن شاء الله أمام يونج أفريكنز في دوري أبطال إفريقيا الفريق هيسافر بكرة إن شاء الله على تنزانيا ورئيس البيعتة الأستاذ محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة كان حريص كل الحرص على التنسيق طبعاً الكامل المتعلق بكافة الأمور اللي ليه علاقة بالرحلة طبعاً الكلام ده كان مع كابتن خالد بيبو يعني من تفاصيل بقى كلها يعني إقامة لانتقالات داخلية للملعب اللي هيتضربوا عليه وبإذن الله تبقى رحلة موفقة وبإذن الله يرجعوا بالتلات النقاط مهم إن انت تحافظ جداً على صدارة المجموعة بعد الفوز على ميديامة الغاني بثلاثية وده هنرجعوا نقول قدر النادي الأهلي إن هدفه اللقب دايماً وعايزين نشوف من اللعيبة ما يعني يقنعنا كجمهير في أداءهم بأنهم كمان حطين نفس الهدف ده نصب أعينهم والله أنا أتمنى يعني كلامك ده كلنا بنتمناه وفي جزء كبير من التفاؤل اللي احنا بنتكلم عنه مع حضراتكم كل يوم ولهو مفروض يكون موجود بس أنا أوقات لما باجأتكلم هنا ما بتكلمش قوي بلسان إعلامي بصراحة بتكلم بلسان جماهير يعني أنا بأعتبر نفسي قبل أن أنا بشغل في قناة النادي الأهلي أنا واحدة من جماهير النادي الأهلي إلا بصراحة بدي بزيادة لما بنتعادل حتى بصراحة يعني أنا برح داية جدا يعني بصراحة برضو مش هجمل أنا داية جدا لأن تاني هرجع أقول إحنا كان عندنا أمل أن خلاص الجونة ما كانتش يا كريم مبارا حلو والسكور ما كانش حلو فقولنا بقى مش معقول هنقرر نفس القصة ونفس السيناريو وسموحها فلا أنا ما كونش بتوقع تماما النتيجة دي ولا الأداء دا بصراحة فأنا زعلانة على كل حالة وحنيجي ما أن نتكلم عن المستوى الأفريقي أنا برضو هنا حبدأ كلام يقول أنا خايفة الواحد خايف يقول يعني تيما بين زعلانة وخايفة لا للاتنين أنا مش هجلني بخايفة بصراحة أقولك الحقيقة أنا خايفة جدا كمان وخايفة أقول تاريخ بمواجهات الفريقين كمان أفريقيا لأن مش عايزة نحن ناخد ثقة زيادة عن اللزوم معمتا كماهير أكيد اللعيبة عارفة التاريخ دا بس إحنا مش محتاجين نقول برضو يعني النادي الأهلي والمباريات آه كلها مهمة ما عندناش بديل غير الفوز والكلام دا واضح للجميع لكن حسس إنك عملت اللي عليك يعني الواحد دايما بس عايز اللي قدامه يحسسه إنه عمل اللي عليك بعد ما تعمل اللي عليك مش مشكلة بقى التوفيق دا بتعربنا يعني كان ليك ما كانش ليك حالما نشوف على فكرة مباريات الأهلي بيلعب فيها أكثر من رائع أداء فعلا أكثر من رائع وبتحس الكراد تيجي في العرضة في حاجة غلط بتحصل شفناها بس ما بنزعلش لأن احنا شايفين الفريق كريم عامل اللي عليك بصراحة دا ما كانش واضح لا في الجونة ولا في السموحة ولا في مباريات برضو أخرى على كل حال تاريخ مواجهات هنا حتكلم الأهلي يعني مع يانج أفريكنز أكيد برضو هي لصالح النادي الأهلي عشر مباريات فاس فيهم في تعادل عفوا هم عشر مباريات فاس في ستة وتعادل في تلاتة وخسر مرة واحدة لكن برضو خلينا نرجع تاني ونقول أن المنافس خسر أول مبارياته ومحتاج أن هو يعود في الماتش اللي جاي بأي طريقة والتاني هنرجع نقول أي فريق دلوقتي بقى يلعب النادي الأهلي على المستوى الإفريقي أو المستوى المحلي بقى التصريحات اللي أنت بتسمحها قبل المباراة يقول لك إحنا عندنا أمل كبير للفوز على النادي الأهلي شفنا في مدياما المدير الفاني مدياما الغاني شفنا تصريح زي ده شف أنت مدياما الغاني تاني هقول ما احترامي بس مدياما الغاني بعيد قوي المدير الفاني بتاعه طالع كان بيتكلم قبل المباراة عندنا أمل كبير إن احنا نفوز على النادي الأهلي معقولة يعني لدرجة الفوز يعني كابت نحمد سامي مثلا لو أنت تشوف التصريحات بتاعته كانت عقلانية جدا ومنطقية الراجل تلع قال لك أنا هشتغل على عدم الخسار أنا عايز التعادل والتعادل بالنسبة لي مكسب راجل منطقي كويس ركز على حاجة معينة وعلى فكرة وصلها لكن لما يبقى سقف التموح بتاعك بعيد قوي غريبة وكمان يعني مدياما والدلاتي عندك يونج أفريكنز على كل حد يا كتأقرب للحرب النفسية إنجاز التعادل والله يا كريم تفتكر يعني أصلا ما لهاش مبرر تاني يعني هو أكيد عارف كويس قوي أذرم مننا كلنا بإمكانيات فريقه وحجم المسافة والجاف الكبير اللي بينه وبين النادي الأهلي فعشان يقول كلمتين زي دول غالبا غالبا هتلاقيها تحت إطار الحرب النفسية وممكن برضو في النص كده يبقى بيبعث رسائل للعيبة بتوعهم شخصيا عشان يحمسهم أكتر وممكن يكون النادي بالأداء يعني أو النتائج المتراجعة مؤخرا هو اللي الدم ساحة للبعض إنه هو يعتقد إنه ممكن يفوز علي قد يكون قد يكون أكيد أنا ليا تبصة كريم أكيد أنا ليا دور طبعا ده كلمتنا دايما بس أكيد أنا بيبقى ليا دور إن المنافس بتاعي بيشوف نفسه يقدر يفوز علي أو بيشوف نفسه يقدر يقرب مني أنا أكيد ليا دور في ده ده اللي أنا بشوفه بصراحة بس على كل حال أتمنى النادي الأهلي على المستوى الافريقي والمستوى المحلي إنه هو يصالح الجماهير دلوقتي لإن الناس كتير زعلانة ومش زعلانة علشان مثلا يعني شايفين إن إحنا لا نستحق فوز لا بالعكس للعكس هو اللي صحيح زعلانين علشان إحنا عارفين نستحق زعلانين المباراة على الفكر كانت سهلة يعني ما هواش مثلا السموحة وكابتل أحمد سامي كانوا بيلعبوا هجوم لعبه هجومي وجيم مفتوح وغيره الناس كانت بتعمل شغل دفاعي بحت يعني بيستغل الفرص الهجمات المرتدة كل ده كان واضح بشكل كبير فعلى كل حال سبيني وبينك عارفة تكتلات الدفاعية لما بتكون زايدة عن اللزوم بتفرهد اللعيبة يعني برضو فكرة أن أنت مش عارفة تخترقي ولا عارفة تسددي من الخارج بس على فكرة دي برضو من الأمور اللي لازم يبقى لها حلول الفترة اللي جاية لأمني يا مكتر الفرق اللي بتلاعب النادي الأهلي بنفس الطريقة التكتل الدفاعي اللي ساعد يكون مبالغ فيه بالمعنى الحرفي لازم يكون دايما عندنا مفتاح لكل عقدة ولو كانت دي عقدة فلازم يكون عند العيدة النادي الأهلي وجهازه الفني المفتاح الملائم لها تعالوا بقى نروح لخبر حلو أسعدنا كلنا مبارح بعد انتهاء من مباراة الأهلي باسموحة وهو فوز رجال يد النادي الأهلي على الزمالك في دور المحترفين من نتيجة 25-24 طبعا واضح من النتيجة أن المباراة كانت فيها ندية قوية جدا كان معتادة أنه يتعادل بعد ما يعني كانت النتيجة 25-22 قدروا يسددوا رميتين ويبقوا 24 خصوصا أنه وقتها كان عندنا اتنين لعيبة واخدين طرد ديتين وطبعا النقص العددي ده ساعد المنافس فيه تقليص الفارق لكن هنقول الحمد لله استطاعنا أن احنا نفوز بهذا اللقاء والحفاظ على صدارة جدول المسابقة في ختام الدور الأول لها ولينا أكيد لقاء تاني إن شاء الله بعد نادي الزمالك هيكون في الإمارات يوم 9 ديسمبر بمشيئة الله وبإذن الله برضو ينتهي لصدحنا رائع جدا قرار بقى حلو وخبر ناس كتيرة وقفت عنده برضو بالأمس لأن ده قرار أعتقد أنه هو جيد جدا كمان للحكام عندنا الاتحاد أو اتحاد القرى قرر بي الاتفاق مع لجنة الحكام من رئيسيها إسناد مباريات بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال اللي بتقام مفروض في الإمارات زي ما حضراتكو عارفين لخلال ديسمبر المقبل لحكام هنا يا كريم مصريين أعتقد ده أمر رائع جدا بطولة هتكون حزامها الجديد غير طبعا اللي احنا كنا نعرفه وهي مباراة واحدة والحقيقة أعتقد كلنا مع أي قرار بيثقل من قدر حكامنا وبيطور من أداءهم وده أكيد بينعكس على الرؤية القرية كمان ليهم والواحد عايز كده يشوف الحكام بتوعنا بيديره وكمان أكبر المطشاط نتمنى الدولية زي ما كان موجود زمان على فكرة شوف أنت دايما وده حاجة بتحزن لما تيجي تتكلم عن أفضل فترة عندك بتقول زمان بترجع لزمان فدي نقطة على فكرة لو ركزنا فيها شوية أعتقد مننا حيزعل على كل حال أكيد يهمنا جدا ناخد مزيد من التفاصيل ونفهم أكتر من كابتل ناصر عباس الخبيرة التحكيمي في هذا الملف كابتل ناصر صباح الهالة عليك في البداية صباح خير على حدرتك نهواند صباح خير عليك كريم وعلى كل مشاهدي كنات من أجل الآن صباح الفول يا فاند منوارنا سوء ده بوجود حضرتك معنا وخصوصا أن الملف ده يعني مليان تفاصيل احنا شخصيا منتكلم عنها تقريبا يعني ما فيش حلقة غير ما بنتكلم فيها عن التحكيم فبداية حضرتك يعني كيف رأيت قرار اتحاد الكورة بإسناد ماتشاط السوبر لحكام مصريين كريم أولا بحيي قراتناد الأهلي وبحيي حضرتك ونهواند على أن تقول في حاجة جميلة جدا في البداية أنك أنت مش بعيد عن قراتناد الأهلي والبرامج كلها نحن بنوقف مع التحكيم المصري في كل وقت خاصة لما يبقى فيه قرار إيجابي بتعيين الحكام المصريين في البطولة اللي هي بطولة السوبر طبعا خبر جميل جدا وكان المتوقع أنهم يلعبوا عن هذه الدورة أو السوبر بالحكام الأمارات ولكن القرار كان من الاتحاد الكورة ولجنة الحكام بإسناد هذه المقرارات للحكام الدوليين حاولي الحكام الدوليين يا نهوان ويا كريم احنا شوفنا فترة ما فاتت من الحكام الدوليين تم إسناد لهم بوراقفة الفاتكس العالم الإخرامية وفي دور الأبطال يمكن شوفنا أكتر من تقم التحكيم الموجود بشكل جيد وكان قدموا مرضوط طبعا مرضوط طيب جدا سواء كان الحكم محمود البنة أو أمين عمر أو محمد معروف كل قدكم التحكيمية نجحت في الفترة والطبيعي أنك أنت تسند هذه البطولة أو السوبر للحكام المصريين وكان مزيد من الثقة ويعني عندهم المرضود ويعندهم ثقة في أنهم يديروا كمان مباراة الاتحاد الأفريكي أو تستطيع تكسر للعامل دي نقطة مهمة جدا أن تمنى طبعا اليوم التوفيق في هذه البطولة لأن أكيد أكيد النجاح الحكام في البطولة ديت حيكون شيء مهم جدا في تعيناتهم في مباراة الاتحاد الأفريكي سواء كانت الدول الأبطال أو الكونفدرالي جميل النقطة المهمة جدا التانية ويعني مزيد من التوضيح الكريم نحن بنتكلم في البطولة الأمن يمكن أنا عندي حالة احكمية لأن أحواد أعاوز عندها مهمة قوي وهي انذار حسن حسن كانت في سياسة وهي أنا انتخذت القرار الصحيح عن محمد عادل قرار بانذار حسن لعب سموحة نتيجة التحايل وده مهم جدا جدا كنت قريب جدا وعندك زوية رؤية واضحة جدا وتمرت زورة هنا خدت الانذار كان أولا خليت معايا دي نقطة مهمة جدا جدا البعض يرى أن هنا فيه قرار مش مؤثر لأ هنا فيه قرار مؤثر هنشوف بعد الانذار خلاص وهنا محمد الشناو بيحط الكرة عشان يسبق نفل شوف هنا تصرف سمحة سات الكرة بعد السفار هنا بنتكلم في هذه الحالة في القانون ده مشلوق غير رياضي مش معنى أن أنا مديك انذار أتوقف عن البطاقة التانية أنا بتكلم كتحكيم يناوان ومليش علاقة بأداء مندل أهلي هنا أنت حصلت على البطاقة السفرة في ديئة 46 من الشوت الأول ثم ارتكبت فعل بنقول عليه سلوك غير رياض يعني أنك أنت لقيت الكرة بعد السفار هنا أوتوماتيك على طول سؤال لو هذه الحالة في نص الملعب واللعب ده ما عندهش انذار كنت أكيد هتدي الانذار يا محمد صحيح ولكن أنت هنا مش عاوزين نقول فيه حسابات ولكن هنا الرجل بيحمل البطاقة السفرة ارتكب السلوك وهو سلوك غير رياضي يعني مش عاجبه القرار وهنا لعب الكرة وعزوزين يمكن هنا مستر القرار التكلم في النقطة دي مهمة قوي وهنا نشوف تاني هنا يعني أنا قدام الحكم وبشوت يعني أنا مش عاجبني الانذار آآ باينة باينة جدا باينة زي الشمس زي ما بيقولوا آآ فيه انتعاد من القرار أو فيه اعتراض على القرار وهنا بالفعل أنه هو أشهد القرار أنا بقول دي حالة يمكن البعض يمكن مرحلهاش ولكن هنا هنا بقول أنا كحكم ديها 46 بشهر بطاقة السفر التانية وبدل بطاقة الحال بس أنا عندي سؤال كابتن ناصر لأنه ممكن البعض يطلع أنا أنا لاحظت يعني الحدثة دي أو الواقعة دي من مبارح وعلى فكرة فيه ناس فعلا علاقت عليها بس عايزة أقول لها حاليك الأراء المختلفة البعض كان بيتكلم أن ده عادي بيتم حتى في الدوريات الكبرى وبتلاقي اللعيبة متعصبة طالما هو ما عملش حاجة أو ما دخلش في يعني عراق مع حد هو شاط الكورة حرك إيده يعني كلها حركات بتبقى مقبولة قانونا طالما هو ما أزاش حد يعني هل كلام ده أصلا صحيح كمان ولا لا عندنا في القانون ناوان دي في حاجة أسماء الاعتراض على قرار الحكم أو الانتعاد من قرار الحكم وده موجود في القانون أصلا يعني يهي الاعتراض على قرار الحكم اعتراض على قرار الحكم أن الحكم بيدي قرار حكم بيروح الاعتراض سواء بالقول أو بالفعل أو بالتشويح أو بأي شيء بنقول عليه سلوك ظريان كما أقولك على مفاجأة تانية ولو عندنا ديئة 65 يتكرر نفس هذا السيناريو من نفس اللاعب أنا مش محمل على الحكم والحاجة ولكن يجب أن يكون هناك معايير واحدة اللاعبية أنا النهاردة سبت في ديئة 46 نفس اللاعب في ديئة 65 قرر هذه الحالة ممكن أنا بقول لحزك مثل الكرة اللي كان لديها مرتين في المؤتمر طيب أنا النهاردة لما يلاعب عنده انذار وبيكرر أنه هو يلعب الكرة بعد القرار في الحالات اللي زي كده كابت الناصر الموضوع بيمشي هل تبقى مسألة تقديرية بحتة من الحكم ولا طبقا للوائح ونظم وقوانين لازم كان يشهر مثلا الكارت الأصفر التاني لا هنا مفيش اجتهاد يا كريم أنا بقول هنا مفيش اجتهاد دي مفيش حسبات في هذه الحالة أصعب شيء على الحكم شخصية الحكم مهمة جدا كريم خليك التصرف ده دوت ممكن أن تتغضع عن أي شيء إلا أنك تتغضع عن لاعب لا يحترم الكرار لاعب لا يحترم الكرار مفيش حاجة اسمها إدارة المباراة هنا مفيش إدارة المباراة مفيش حاجة اسمها أنه عنده انذار ما يخش الانذار التاني أنا بقول لي إيه أنا النهاردة انت عندك انذار وانت عارف كويس أو أن هذه الحالة أنك انت تلعب القرى بعض الصفار ده اسمه تعطيل اللعب وعدم احترار كرار الحكم آه هو مفيش خطأ في منطقة الجزاء مؤسفر ولكن أنا بقولي النهاردة السؤال سؤال هنلاحظ يا كريم ينهوان في كثير من المباريات هنلاقي أن أي لعب يلعب اللعبة دي ياخد انذار عليه ده السؤال اللي هنا طب هنا ما خدش انذار ليه دي حالة من الحالات النقطة التانية وإحنا هن دايما بنحاول نطور من معداء الحكام عندي مفاجأة جبيرة جدا جدا ينهوان في موضوع الحكام بتلعب كم مباراة في الشهر ودي نقطة مهمة جدا يعني هل تتخيالي النهاردة حضرتك يعني من غير المعقول أبدا أن الحكام يلعب مباراة كل ستين يوم أو خمسين يوم دي مشكلة مبيرة يعني قلنا دايما الحكام زي زي واللعب النهاردة لو أنا النهاردة بلعب كل مباراة بعد خمسين يوم أو أربعين يوم طب أنا مزائم النهاردة هاكيد اللي يوكب تاعت لابد من أنا بقول أهو رسالة اللي في طلب لابد من اللاجنة الحكام تبحث إزاي من الحكام دي ما ينفعش أنا أعود خمسين يوم ألعب مباراة كل خمسين يوم إزاي ومصحوب منه ده بيأثر بالسلب على لياقتهم التحكمية إنجاز التعبير أكيد 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 جدا لأن النهاردة زي زي اللاعب النهاردة ما ينفعش اللاعب نهاردة يلعب مباراة أيضا في كل سبتين يوم كابتن كريم إنه لابد من اللاجنة الحكام تبحث عن الحلول لأن النهاردة في لياقة المباريات للحكام اللياقة البدنية والليقة الضهنية ما شكبت النصر وده رجع لإيه برضو هل ده رجع لعدم الاختيار رجع لعدم الثقة يعني فكرة عدم مشاركة الحكام المصريين في العديد من المباريات والجعب الموجود ده برضو راجع لإيه بالزبط هقول حديدك بالتفصيل إيه اللي حصل لإيه ناوان هو النهاردة الراجل عمل تصنيف للحكام يعني إيه تصنيف الحكام هو اختار تقريبا 36 حكم ليه إنهم يديروا الدورة طيب 26 حكم احنا عندنا 9 مباريات بيتلعبوا في الأسبوع عشان يلف في الدور على 36 حكم هتلاقي كل واحد النهاردة لعب مباراة أو اتنين أو ثلاثة بالكتير إنهم الدوليين ولكن أنا النهاردة شايف من أول ما بدأنا الجولة الأولى كانت في شهر 9 نهاردة في شهر 11 دي حكم لعب أو حكام لعبة مباراة واحد تخالي من شهر 9 إلى شهر 11 شهرين حكم لعب مباراة ما لاقبش الثانية لأن نتيجة إن هو مد تعليمات إن الحكام في الدور الممتازمة لعبش أي مصابقة تانية غير الدور الممتاز يعني ما يقدرش الحكم يلعب في دور المحترفين ولا يقدر يلعب في دور الممتاز به ولا أي بطولة يلعب إذن هو ما عندش أبدا حلول غير إن الحكم يلعب في الدور الممتاز فقط وبالتالي حلق إن الحكم يلعب مباراة واحدة كل 30 أو 40 يوم بس أعتقد النظام ده مفروض إن بريرا يعني تحدث عن تعديله وتغييره بشكل كبير جدا ومشاركة الحكام المصريين بشكل أكبر كمان أو تحديدا في مباراة القمة اللي كنا بنعتمد فيها على خبرات أجنبية وخبرات عربية في السابق يعني فأبتالي ده ممكن شوية يغير كابتن ناصر هو هنا هو آخر حاجة هما راحوا ليها يعني ما يجيب لك الكوليس إنهوان بالنوت دي مهمة جدا هو لما لقى الكلام ده فعلا اللي احنا بنقوله هذا الكلام صحيح ابتدى حيعين الحكام فين بقى في بطولات الجمهورية اللي هي موارد 2003 يعني الحكام اللي هي بتلعب مبرأة أو مبرأتين دي حيبتدي يشتغل معهم إن هم ينزلوا يلعبوا في بطولات الجمهورية يعني الكلام ده كان مفيد من أول ما نجيش النهار ده ناخد الكرة اللي انت قلت في البداية إن احنا مش هنخلي أي حكم فوق ينزل تحت هو آخر حاجة واصلوا ليها لك الحكام إن هم حيسندوا للحكام الدورة ممتاز إن هم ينزلوا يلعبوا مبرأات اللي هي بطولات الجمهورية اللي هي 2003 عشان تبقى نوع من نوع التذيب ليهم ما يقضوش فترة كتيرة يعني بعيدة عن الساحة بعيدة عن نقطة مهمة جدا وحنا بنتكلم وانا بقول حاجة مهمة إحنا بنطور أداء الحكام لابد إن احنا نشتغل على نقطة إن الحكم من عوش ستين يوم ما لعب شمور صحيح آخر نقطة بقى أنا بقولها هوت تاني بنقولها وإحنا بنقول دايما هنا يا كريم ونقوان نصائح للجنة إحنا مع التحكيم المصري دايما بنقول إن مش حيبقى يعني ينفع أبدا إن تطوير أداء الحكام يبقى يعني فقط عن طريق برنامج سوء يعني هو كابتن ناصر بعد إزدح ذلك هو إلى أي درجة مبدأ الثواب والعقاب متحقق في حالة التحكيم بمعنى إن الحكم اللي يجيد إدارة مباريات يعني تتم مكافئته والعكس الصحيح يعني ما يكون في حد فيه تأثير فيه غد طرف عن أمور معينة واضحة بشكل يعني كبير جدا قدام كل الناس يعني إحنا الفترة اللي فاتت اتعرضنا وأنا هنا على الفكرة مش ماتكلم بس عن النادي الأهلي لأن لما تنصالح الأحوال تحكيميا ضف مصطحة كل الفرق لفكرة إحقاق الحق بشكل عام مش بس لصالح النادي بعينه فإلى أي درجة فيه عقوبات بتقع على بعض الحكام في حالة التقصير هو بسأل كابتن كريم وإحنا بنقول الحق هنا إن هو فعلا الراجل يعني بيشتغل بمبدأ استواب العقابي دي مهمة جدا إحنا قلنا دايما هو بيقول الحكم اللي بيبقى دي أخطاء مؤثرة أعتقد ده بيتم توقيفه أربع أسابيع يعني أربع أسابيع بيتم يقافه عن أن هو يلعب في المباريات مش عقابه للحاجة ولكن هو يعني هو بيطلب الحكام إن هم يهتموا ويركزوا وهو قال كده الحكم اللي بقى كويس هيلعب ودي هو بيطبها أحيي طبعا بيطبها بشكل كويس شفنا حكامة وقفت من الزبوع الأول حتى هذه اللحظة أو الزبوع الثاني لم يجدوا له أي مبارات الدار وممثل ده كلام جميل ولكن فيه نقطة مهمة أنا بقول عليها النهاردة هو بيعمل يناوان كل الاجتماعات أو غالبية اجتماعاته مع الحكام سواء تصحيل أخطاء في الحالات التحكمية عن طريق زوم اللي هو ميتنج مع الحكام لا أنا بقول من فضلك التطوير أداة التحكمية الأهم هو أن حضرتك تنزل ميدان اللعبة مع الحكام يعني يبقى فيه تدريب عملي للحكام مع لاجنت الحكام بتنزل تصحح الأخطاء التحكمية هو كابت الناصر مش إحنا خلصنا من الموضوع زوم ده كان مشكلة مع كلاتنبرغ وبعد كده قلنا إن بريرا مش هيبقى عنده هذه الأزمة لأن العقد بتاعه بيتطلب أن هو يبقى متواجد مع الحكام هنا على الساحة يعني مش إحنا قلنا الكلام ده ولا إيه إحنا قلنا قبل كده نوادي وقلنا يعني هقول لك الحاجة نوادي ممكن أنا مش بعيد عن التطوير التحكمية إن اشتغلت كتير جدا في التطوير سواء كان في اتحاد الدولي أو الاتحاد الفريقي أو الاتحاد المصري عشان تعمل حكم كويس وتخليه يبقى وقف على رتليه أكتر شغل بتعمل مع الحكم هو إن كنت تنزل بالملعب أكيد أكيد فرق دير جدا يعني يعني أنا من خلال زوم يعني ما أعتقدش زوم يعني وسيلة جيدة أبدا كانت أزم حقيقية مع تلاتين بيرد أوسلان هو ديمة إن هودي أنت بتجيب الحالة التحكمية بتشرحها الحكم مثل 40 حكم موجودين في البرنامج أو في الاجتماع بتقول رأيك فيها ولكن أنا النهاردة النظري خلاص يا جماعة في التطوير الأداء التحكمي النهاردة أكتر حاجة المفروض يعملها للحكم هو النهاردة على الأقل أسبوعيا بجيب حكام الدور الممتاز كلهم بيبقى فيه ملعب بيبقى فيه تدريب عملي تدريب عملي يعني المعد البدني بيبتد يشتغل معهم بدني وبعد كده بيبتدوا يشتغلوا في الحالات التحكمية التمركز والتوقع وقراءة اللعب عشان إيه عشان أنا النهاردة لما أبدل حكم توقع وقراءة وتمركز ووجوده في الحدث الأخطاء التحكمية هتكلم ولكن زوم أنا النهاردة بدي له نظري لابد أن يكون فيه نظري ويكون عملي والعمل يكون أكتر من النظري ده لو إحنا عاوزين يبقى الأداء التحكمية ماشي في شكل والله يا كبتل ناصر أنا شايف أن هذاك لازم تيجي تنورنا ونعمل حلقة كاملة عن الملف التحكمية وتبقى موجود معنا وتشرفنا في الستوديو بإذن الله شوف أكريم أنا معي البرمج للتحاد الدولي وحوريك إزاي يعني لو فيه فرصة إن شاء الله هاجم معاكم معناها وانت تنورنا هنشرح وهنجيب وهنجيب الفيديوهات اللي هي العملية لاتحاد الدولة لاتحاد الدولة لاتحاد الدولة بتشتغلها مع الحكام شوف قد إيه الناس بتحتم بالملعب أكتر كتير جدا من اجتماعات طبعا وهو ريك حاجة جمال تكتكية بتدعمل للحكام بيجيبوا مثلا فريقين نهوان من الشباب ويبتدوا يخلوا الحكام ينزلوا ويحكموا ويقفوا يصححوا الأخطاء هو ده الشغل التحكم المفتود إن احنا نعمله في الفترة اللي جاية لو احنا عاوزين نطور أداء التحكم والله طبعا هو ده الشغل لازم يتم هو ده الشغل اللي احنا على أساسه أصلا كنا جايبين خبرات أجنبية أو خبرة أجنبية واستعنا بيها على أساس أن يتم تطبيق ده أصلا على الأرض عندنا في مصر يعني كابت الناصر عباس الخبير التحكم ونشكرك جدا وفعلا علامة استفهام يعني أنا دلوقتي استعنت بيه خبرات أجنبية ودافع رقم على فكرة مش صغيرة علشان أفضل بيشتغل بنفس السيستم الأديم طيب ما أفضل القرارة كان بيطور بيطور من خلال زوم وبيقبض أونلاين والدنيا حلوة لا 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 دنيا مش حلوة خالص وكان دي يعني عرف يعني طبعا هو يمكن من في فترة ما بيكون من خلال زوم لكن الأساس لازم فعلا يكون متواجد بس أنا مش عارفة ليه عندي ثقة برضو في بريرا بشكل كبير بصراحة لأن بشوف التصريحات بتاعته وعجبني أن هو قوي الشخصية جدا على فكرة ولما كان دايما بيتم انتقاده بشكل كبان كبير أو لازع كان لا يهتم يقولك أنا عارف أن فيه ناس كتيرة جدا ضد وجودي وضد أن أنا أصلا أكون في هذه المنظومة وضد أن يكون فيه تطوير لمنظومة التحكيم في مصر يعني راجل أرى المشهد بس أنا مستمر ومراكز في هدفي التصريح ده بالنسبة لي نال إحترامي على طول لأنه راجل مش فارق معه بس هو جاي الهدف معين بس طبعا زوم وغيره يعني حاجة أنا رحصة أقولك عني أنا ما بفهمش حاجة من زوم يعني أقولك كورس أونلاين مش عارفة أنا ما بفهمش حاجة لازم تبقى قاعد قدامي كده عشان أعرف أستعر هنقول يا سيتي ربنا يسبت أقدامه أستخاري بالك أي خبير أجنبي وأنا هنا مش بكلم على التحكيم أن فيه ناس كتير أو جهات أو كيانات أو أفراد مش من مصلحتهم من الحال ينصالح فالناس دي بتتعجب النقطة دي حلوة جدا وخصوصا ويأكد كلامنا دقيقة كريم أن مثلا مثلا كلاتنبرج لما جاء الرجل ده عمل نجاحات قبل ما ييجي مصر في اليونان وقلنا في السعودية وليه نجاحات كانت في دول مختلفة وتمت على أفضل شيء يعني ما هوش مثلا مشكلة في الاختيار عشان نقول مثلا رجل كان يستفي بتاعه مش قويل هو عمل نفس التجربة دي ونجحت في دول تانية وسط دول عربية ودول أوروبية عندك ما نجحش الرجل ما كملش أصلا فالمشكلة أعتقد مش عنده هو المشكلة يمكن فيه أمور عدة يعني مش وقته دلوقتي أو يعني مش حيبه وقته خالص أن احنا نتكلم لأن لو تكلمنا لازم احنا نتكلم شفافية فأنا رأي بلاش نتكلم أحسن بس نتمنى يكون فيه تغيير وتعديل على الأرض في كل الجوانب الخاصة بي المنظومة الرياضية في مصر لأن فعلا زي ما أنت كنت تتكلم وكلمنا قبل كده تحس فيه علامة استفهام ليه فيه بعض الأمور محلك سر ليه فيه بعض الناس تحس أن هي مش عايزة يحصل تغيير ده اللي صالح مين في النهاية ما أعتقد لو أنت منجحتش كلنا حنتضر يعني لو شخص منجحش في ملف معين الضرح يبقى علينا كلنا أصلا تعالوا بقى نروح لملف مختلف أعلن الاتحاد الدولي للسكواش عن إقامة بطولة العالم للترأ للرجال في نيوزيلندا خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر المقبل ومن المقرر أنه يضم المنتخب الوطني أعلى أربع لعبين في التصنيف العالمي بالإضافة إلى لاعب خامس احتياطي وبناء على كده من المقرر أن يضم منتخب فرعنة السكواش كل من علي فرج لاعب ودي دجلة والمصنف الأول عالميا مصطفى عسى اللعب النادي الأهلي والمصنف الثالث كريم عبد الجواد المصنف السادس ومازن هشام المصنف السابع بالإضافة إلى اللعب الخامس اللي هو طارق مؤمن المصنف التاسع عالميا منتخبنا طبعا بيحمل لقب بطولة العالم من النسخة الأخيرة وكان تحت قيادة كابتن أمير وجيه بجانب طبعا أن المنتخب مصر متساوي مع المنتخب الإنجليزي برصيد خمس ألقاب وطبعا بنأمل إن شاء الله البطولة القادمة تبقى يعني نبقى إحنا أصحاب اللقب السادس فيها بإذن الله عموما يعني ملف بتاع السكواش ده من ملفات المبهجة جدا المشرفة جدا خلونا نعرف كمان شوية تفاصيل أكتر من كابتن أمير وجيه شخصيا المدير الفني السابق لمنتخب السكواش والمستشار الفني للمشروع القومي للموهوبين في السكواش كابتن أمير صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك معنا في عشر الصبح في الأهلي صباح الفل سيادة كريم نهوان دنشانك الله يوم مرياضي يعني حافل أهلا وسهلا نورنا فل طيب بداية كده رؤية حضرتك إيه للبطولة القادمة خصوصا وإن آخر بطولة كانت تحت قيادة حضرتك الفنية والله طبعا نحن زي ما قلت إنت نحن بصويم المنتخب الإنجليزي خمسة خمسة بساعة الورق طبعا نصنف أول ثالث 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 في الفريق في نواحية ثانية في انجلترا في الشربكية دلوقتي الكنيسي في انجلترا يعامل نفسي هيبقى ضغط كبير من ناحيتين طبعا فيه طبعا منتخب متوازن جدا زي منتخب فرنسا الأربع لعبين هرابين جدا من بعض وبيعملوا مفاوزات وصدناهم سوايق طبعا فيش حاجة سهلة بطولة عالم وانت حامل اللقب لازم تغلب كل الناس لازم تروحوا الحمد لله رب العالمين ان الجهاز الفني اللي موجود على قدر المسؤولية طبعا كانت تنشون من العطار خبرة كبيرة ورئيس تلواد طبعا كانت تطلت من عطار العالم من أمنات ترابول ساد من استدارة فانا شايد ان شاء الله يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله يرجع بالكاس طيب احنا عندنا السؤال برضو كابتن امير والسؤال ده في العموم يعني مش في الفترة دي تحديدا ايه سر من وجهة نظر حضرتك تفوق لعبين ولعبتنا في السكواش وايه سر تفوق مصر اصلا في السكواش على مدار الزامن على مدار السنوات المختلفة والاجيال المختلفة وخصوصا ان هي رياضة لا يعود اصلاها اصلا يعني مثلا لمصر القديمة او غيره لا يعني في حاجة محتاجين نفهمها لو حضرتك عندك ايجابة يعني تفضل ايفاند طبعا نحب مع الانجليز في مصر زمان واحنا لدينا تاريخ طويل جدا من التلاتينات يعني احنا مش بس مؤخرا تاريخنا الاخر 25 سنة التفوق اللي هو العالمي الموجود ده فيه تاريخ طويل جدا برضو مدفوق من التلاتينات الاربعانات وخمسونات وستينات وسبعانات اخيرهم كابتن جمال عاوض وبعدين حصل دروف كده في الثمانينات واوال التسعينات مع رقوع بقى كيل احمد براد وعمر بروسي بايد ووكيلي جديد اللي هو عمل الدخلة جديدة دي بالفليفر الجديد بتاع مصر لان طبعا هي مسألة هو انت عندك مواهب كتير والسكواش في مصر الاعلام مشكوركم جدا 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 بطريقة قوية جدا على اللاعبين حاليا الاسبونسرشب بدأت تبص بقوة على اللاعبين لانهم فهم مشهورين جدا زي لعاية الكورة بالصاب فبدأت مجلات كتير التكاتف من الدولة ومن القطاع الخاص لرعاية الابطال يعني بقى كل اللاعب عنده منظومة عنده مدرب الاسبواش عنده المنتال تافنس عنده دكتور الفيزيو يعني بقت صناعة وزي ما انت ارث من غير سبونسر صعب جدا ان حد يوصل والحمد اللاعبين يعني الخمسة وعشرين سنة اللي فاتوا النتائج بتجيب افطال والافطال بجيب افطال وفيه ايدرز في كل نادي يعني في كل نادي فيه مثلا اعلى ايدرز الولادة الصغيرة في الاكاديميز بتوصل يعني او ده المصر اللي احنا بتاوت للحالة الجميلة اللي مصري بما تقدم فيها في السكواش ملف السكواش المصري من ملفات المشرفة بالمعنى الحرف للكلمة واكيد طبعا مع ديناش شاك ان حضرتك كنت من اسعد الناس بقرار اللجنة الاولمبية الدولية بادراج السكواش في اولمبياد لوس انجلس انا انا فعيد وخايف بنافس الوقت بس زي ده اكتر الناس متمنين حضراتكم لا لا خايف من ايه طيب ايه اللي بخوتك للقرار ده لان طبعا لدخول اللعبة اولمبياد ولسه خمس سنين انت عندك جيل يعني بخلاص بيسلم جيل عندك الجيل ده اتكله بطاست عمر فوق 30 سنة هما مدخلوها ش كده بصدفة لكن يعني برضو في ناس شغال على جونيور من فترة طويلة هيبقى في منافسة كبيرة هيبقى تفتح ملفات تجنيف هيتفتح حاجات كتير احنا مش اخدين بالنا معها فلازم من دلوقتي احنا نشتغل من امبارح مش نشتغل احنا فرحانون من نتائج دلوقتي لكن انا شاه بعد خمس سنين يعني ربنا يصطر ياه ربنا يصطر اه طبعا طبعا انت عارف اللي قبل ما تخش اولمبياد فيه متغيرات كتير بتحصل وفيه بتبص عليها بريعة تانية الصين هتخش وبلاد الكبيرة هتبدأ تجنس وبلاد اللي هتقدر تسهل الموضوع الموضوع يعني فيه فيه مداليا اولمبيا ممكن اللي هتخش وتخرج تاني من الولمبياد دي فرصة عظيمة دخلت لمعظم الدول اللي هتقول لك هناخد مداليا وبعدين معرش تتخش في استراليا هتكامل ولا لا ممكن تطلع ذاكرته فيعني ربنا احنا عايزين نشتغل من مبارح وعاوزين نعمل عقود قانونية دولية مع اللاعبين بحيث نضمن حقوقنا ونضمن اللاعب اللي هنطرف عليه ونعزها دي بعد خمس مين ما تتبناش ومرة باي باي فيعني موضوع لازم بوماية بص هقول لحضرتك على حاجة كابتن أميغان كان بصراحة تمام اللاعب عمره بحيث يقول باي باي للاتحاد أو لبلده والجماهير والأهل وكل الناس اللي وثقت فيه وسعادته إلا لو فيه أسباب يعني ده شفناه في بعض الاتحادات الأخرى خلينا نبقى صرحة لأن الاتحادات دي أكيد أكيد كانت بتلعب دور في ده مستحيل أنا أهج كده ولعب اسم دولة تانية إلا لو كان فيه سبب قهري فعلا قد يؤدي أن أنا أصلا كنت ممكن أعتزل لو أنا استمرت في بلدي على سبيل المثال يعني فلا يمكن أتخيل أن ده ممكن يتم في السكواش سكواش أنت حضرتك ذكرت فكرة هنا أن كل الأمور جيدة جدا الشق المالي موجود السبونسورشيب موجود الدعم الجماهيري موجود فإيه اللي هيخلي لعابتنا يروحوا يحترفوا باسم دولة تانية كما حدث يعني سواء مع الأخوين الشرباجي أو غيره أنا لحضرتك مش كفاية لأن طبعا خمس سنين دا نحن فاكرين أنها مدة طويلة دي متأخفيرة جدا أنا رامض وفتح نحن لقي خمس سنين دول عدو وفي حاجات جديد جدا نقول لك مطايرات إذا ما كامش هيبقى في عقود احتراف ما تلاشى كل أخطاء نتسابقة مش هنلاقي ممكن نلاقي مفاجآت كبيرة فلازم يتبص عليها بصات قانونية مع متخصصين قانونيين مع حاجات يعني تروح في لبل تاني لأن المنافسة قوية جدا فيه 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 ويتخش الطريقة ممكن إحنا من عرفاش هنلاقي ناس كتير نمشي مرة وغير ما إحنا ناخد بنا لكنهم ماشيين في إجراءات لأنهم مكونواش موجودين نقطة مهمة جدا واللي حضاك بتتكلم عليه ده حيمشي بالتوازي طبعا مع اللي بيقوم بين مشروع قومي للموهبة في السكواش مش كده وبالمناسبة برضو فرصة وحدك منوارنا عارزين نعرف منك آخر أخبار وإيه وهل فيه لعيبة يبتدوا ينضموا للمنتخبات المختلفة والله انت عارف السكواش طبعا لها بفردية ومنافسة كتيرة وبتاخد وقت طبعا لكن ظهرت مباشرات مباشرة كده تحت 11 سنة ده مصور طويل جدا إنه بقى تلعب أسلامتك إنهم صغارين جدا وهيصب على المنتخب وصبه بإسمه مصر فأنا ببساعد جدا لما بقبلت البطولات أولى الأمور ابنه رفع كاسي وقال لي أنا كنت بدأت معك في المشروع قومي دي حاجة بتساعدني جدا وبتساعدني إن الحمد لله يعني يقدرنا من فكرة بسيطة وجميلة إننا نساعد في وجود أبطال جدا دي يعني بيلعبوا بإسمه مصر وكاد رائع جدا على كل حي مشكورة جدا كابتن أمير شوية لإن أنت على صعيد الرجال والسيدات يعني عامل رانكينجز رائعة فما أنا مش عارفة ليه ممكن نخاف في الأولمبياد القادمة نحن كنا عديد يعني مستنين اللحظة اللي حيري يدرك فيها السكواش ضمن يعني صحي بس هي نقطة برضو إن أنت عانتك فعلا الأبطال الحاليين هم فوق الثلاثين معظمهم فكمان خمس سنين السن حيبقى كبر فممكن المنافسات تبقى أشد بلس دلوقتي والأسماء الكبيرة دي جي بعدها الأخوات أو الأخوين شورباجي كانوا بيعابوا باسم مصر وكانوا مطلقين بصراحة سواء محمد أو مروان يعني عندك لعيبة كويسة جدا جيل بورا جيل وورا جيل على صعيد السيدات بقى حدث ولا حرج عندك أسباق كلها أكتر من رائعة فيعني ربما يكون فيه جيل طالع بإذن الله على لما نوصل لأولمبياد لاس أنجلس يكونوا بنفس المستوى نتعشم خير بقى المشروع القومي للموهبة في السكواش طبعا على كل الرياضات كمان مش بس في السكواش دي نقطة مهمة بنزل بقى الخبر اللي جاي وحنتكلم تحديدا فيها عن بطولة أمريكا المفتوحة للسباحة دكرناها لحضراتكم الأسبوع الماضي النهاردة هي حتنطالكم ومفروض منتخب مصر حيشارك به قائمة بتضم أربع لعبين عندك فريد عثمان طبعا البطلة المصرية الجميلة عبد الرحمن سامح ومروان القماش ويوسف رمضان أربع أسماء كبار جدا واعتقد معروفين دلوقتي بشكل كبير جدا لمعظم المصريين المشاركة دي بتأتي لمنتخب في البطولة ضمن خطة التأهل لأولمبيات باريس عشرين أربعة وعشرين وحققت فريد عثمان تحديدا لمصر أول ميدالية زي ما احنا كنا فاكرين في تاريخها ببطولات العالم للناشئين في السباحة وتوجت ببرونزية بطولة العالم في المجر وأصبحت أول مصرية بتحمل رقم قياسي عالمي في رياضة السباحة كمان عندك مروان القماش هو تأهل لأولمبيات الفدية لبطولة فلوريدا للسباحة كل التوفيق اليوم برضو عملنا كبير في السباحة لأن برضو الأسماء اللي عندك مش قليلة لكن أكيد المنافسة قوية جدا لدول كتيرة منهم أمريكا كمان تحديدا دي كانت درجات الحرارة خلونا نعرف بقى تفاصيل حالة التخصي المتوقعة الأيام القليلة القادمة وإحنا معنا على التليفون دكتورة مهنار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية صباح الفل على حضرتك صباح الفل على حضرتك أساس كريم أصدنا نهوان لكل أستاذا مشاهدين أهلا بك يا فندم وعايزينك بقى تطمينين على اللي جاي إن شاء الله حيكون عامل إزاي درجات الحرارة هل في أي زواهر استثنائية ممكن نتعرض لها استمرارية الشبورة من عدمها كل التفاصيل بقى حضرتك أدرا صبعا يمكن نحن الأيام الماضية بدأنا نشعر بشكل بيربن فقيم ضربات الحرارة خاصة فطرات الإيل المتأخر أو فطرات الصباح الباكر ويمكن كمان فطرة النهار بالأمس نتجدين عظم على القامير الكبرى 21 ضرب مقاوية وكان في بعض التقلبات الجوية في داية هذا الإسبوع ما بين أنصار طبعا ونشاط لرياح المصير للرمال والأسربة لكن الحمد لله الأحوال الجوية تقارج بشكل جيد بيأثر علينا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا فده هيعمل على زيادة فطرات الصوعة شعة الشمس فبالكي ما فيش أي فرص تقوط الأمطار تليش فرص تقوط الأمطار من على معظم محافظات الجمهورية هنحسب الأجواء اللي ادى في فترة النهار تكرار تام في الأحوال الجوية تعتبر درجات الحرارة حول المعدل الاخرية لهذا الوقت من العام العظم على القاهرة الكبرى متوقعة خلال الأيام المقبلة ما بين 23-24 درجة مقوية فبالتالي فقط فطرات النهار وتقط خليف لطيف جدا على المناطق السحلية المصلة على البحر المتوسط الوكس البحري القاهرة الكبرى شمال السعيم فقط معتدل تماما على المناطق الجنوبية جنوب السنة ده بيكون فترات النهار عبود أشاعة في الشمس لكن فترات الليل مع غياب أشاعة في الشمس هيكون سبعة في النهار من انصفات في قيم درجات الحرارة أجواء من باردة إلى مائلة للجودة في معظم محافظات الجمهورية كمان نأكد على أن المناطق المهابسوحة بشكل كبير الأماكن لها ظهير صحراوي المدل الجيدة بتحس بالجودة أكتر من المناطق الأخرى بسبب الطبيعة الجغرافية في المناطق دي الكتل الهوائية معظمها ختل حوائية جافة يعني نسبة رتوبة فيها متخفضة فبنحس بالجرودة أكتر في خطرات الليل بشكل كبير وخاصة ساعة الليل متأخر خطرات الفج خطر الصباح الباكت الظاهرة الجوية الموجودة معنا خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية اللي بتصفر على أغلب الصروق الزراعية والسريعة والقريبة من المفتحات المائية لكن مش هتأثر على حركة الجرود بشكل كبير لأن يعني هي تبقى شبورة مائية خفيفة وعدتها شفورة أطوع أشاعي في الشمس الأحوال الجوية مستطرة بشكل كبير ومعظم محافظات الجمهورية حتى بداية الأسبوع اللي جاي خرص الأنطار ممكن تبقى موجودة في بعض الأناكد من جنوب ثلاثة جبال البحر الأحمر مع بداية الأسبوع اللي جاي لكن ان شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية هو فقط التخزيرات هتكون من انصفات قيم درجات الحرارة فترات الليل اللي بنأكد عليه أنه لازم لو نحن نخرب فترة الصباح الباكر أو بنرجع من أشغالنا فترات الليل المتأخذ نحن نبدأ نرتدي الملابس الشيطية إستحاب جاكس عند الخروق لأن فرق درجات الحرارة بين النهار والليل وانصفات قيم درجات الحرارة الواضح فترة الليل ده ممكن نتخذنا بنزلات البرد ونأكد ثاني نحن مدلنا فصل الخريف وفصل تقلبات الجوية الحدد والسريعة وارد جدا يحصل تغير في التنبوات أو في خراية التقص اليوم الثاني فعشان كده ممكن جدا المتابعة اليومية للمشارات الجوية بس على الأقل لفصلة الوكيند أو الأجابة نقدر نستمتع بالأجواء بشكل صدير على سواحل البحر المتوسط أو حتى كمال سواحل البحر الأحر أنا عندي سؤال دكتور منار وهو خاص بالشق الأخير هيك كلمتي عنه نتابع دايما الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة من المصدر هل بيبقى فيه أي متابعة من حضراتكم يعني في الهيئة لأي أخبار كاذبة بتطلع من صفحات كاذبة لأن ده بيتم انتشاره بشكل كبير جدا وللأسف ناس كتير بتصدق حاجات زي كده وبيحصل على أساسها أو جراء الموضوع ده مشاكل في المجتمع فيه ناس يعني الفترات اللي فاتت أنا فكرة حديدا الشتاء اللي فات كان فيه أمهاد بيتكلموا وأن هما منعوا أولادهم من هما يروحوا للمدرسة بلانا على أخبار أصلا كانت متدولة كاذبة بشكل كبير جدا بوجود عصير وأمطار وحاجات زي كده حريك فكرة يعني فحاجات زي كده المفروض ده شغل الهيئة أكتر إن هي تراقب ولا مين هو طبعا هو بيبقى فيه متابعة من هنا بيستبقى متابعة شخصية من الهيئة العامة لأصداد الجاوية وكمان فيه قانون بيجرم إن فيه أي تنامات نشر أخبار كاذبة بالضغط فيه قانون وفيه غرامة مالية كمان عن القانون والقانون ده عثمت بجرس الشعب ومن فأسف الجمهورية ففيه قانون بيجرم كده إن أي أخبار كاذبة لها علاقة بالطبع طبعا فيه غرامة مالية بشكل كبير يعني توصل تقريبا حد أخصى لها خمسة مليون فالمهم إن إحنا في القانون بس يتنفذ لأن دي بالفعل فيه بعض الصفحات كمان بتاخد اسم الهيئة العامة للأرصاد الجاوية مش بس تبقى تتحدد تقول سنبؤات جاوية بتاخد اسم الهيئة العامة للأرصاد الجاوية وتبدأ تطلع السنبؤات السنبؤات دي ممكن تعمل دلدلة ويعني رعب المواطنين بشكل كبير وده إحنا ستناه في السنوات الماضية بالفعل بشكل كبير عشان تدقى القانون طلع وكيد الرجل متابعة لتنفيذ القانون بإذن الله إن لو فيه أي إشعاعات تشهد ممكن بعدها نطبق القانون وينمنع انتصار تقعد بإذن الله مع طبعا نورة الأزمات في مجلس الهيئة نتمنى ذلك نشكرك جدا على المداخلة دي دكتور مونار غينم كالعادة طبعا شكرا لك نقطة مهمة جدا اللي انت سألت فيها على فكرة أنا فاكر السنة اللي فانت ومرة قبل كده يعني حتى حالة الجو والطقس بقت عرضة للإشعاعات بس أنا عجبني القانون لو يطبق بقى المستوى الشخصي ومستوى العامي بقى جميل يعني ساعتا هتحب قوي إن حد يطلع عنك أخبار كذب اطلعوا براحبكو بقى ايه المشكلة ما فيبقاش في القوالين قد ما هي في تفعيلها دي دي دايما لأسف وتصدقها تفعيلها وتصدقها ناس كتيرة جدا انت فاكر ما هي لو اتفعلت هتتصدق افيه ناس بتحط صورة شخصية عامة ايا كان ممكن شخصية عامة يعني مش عربية ومش مصرية أصلا خلاص صورته بس ويكتب لك فوق شعر وقصيدة ويمدوا اسمه بجد وناس تصدق والله أنا بس بستغرب هو بجد في عندنا ناس مش هقول طبعا يعني على قدر من السذاجة أو طيبة لا على قدر من ان هم عندهم حسن ان هي بهذا الشكل ان هم اي حاجة بيقروها بيصدقوها او اي حاجة بيسمعوها بيصدقوها شي صعب بين الثقافة يعني لو الناس دول مش موجودين ان الصبير هيا كي يعيش الزاجة لا مشكلة مشكلة كبيرة لأسف وتلاقي ناس كمان يعني على قدر كبير من التعليم شهادات أنا عرف ناس اصدقاء ليه حتى يعني ده كترة بيصدقوا اي اخبار من هذا الشكل وانا طبعا في الاعلام لقي ناس بعتلي اخبار بقى الناس اللي هي ما بتصدقش على طول يسألوا فدول انا بحترمهم جدا ولما عنديش معلومة بقول ده مش اختصاصي بس حلو انك تسأل اتأكد ادخل على جوجل يعني ابسط شيء لكن موضوع صعب جدا وخصوصا لما يبقى يعني مرتبط بحاجة زي التقص لان فعلا ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا ناس عندها التزامات ناس عندها صفر ناس مدارس حاجات زي كده كتيرة فاصل ونرجع نكمل مرة تانية وخلينا نتابع زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفة معنا ماريوم سميح من مقر النادي الاهلي بالجزيرة كالعادة يا ماريوم صباح الهنا معاك وسمعينك يعني تفضلي صبح عليك يا نواند صبح عليك يا كريم بصبح لكل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد وجولة جديدة جولة نهاية الاسبوع وعشر الصبح في الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة هيكون معنا فيها كل الامور والمسجدات الخاصة بقى الفرق الاول لكرة القدم وايضا الفرق الرياضية الاخرى واكيد البداية مع الفرق الاول لكرة القدم اللي خلاص قرر انه هو يعني يغلق صفحة نادي يسموحها والتعادل سلبية المساء امس اكيد في الجولة السبعة من بطولة الدوري وخلاص بقى بيستعد ان شاء الله للمواجهة او المواجهات الافريقية واكيد يعني قرر مستر مورسال كولر انه هو يعطي كل اللاعبين جهزة سلبية النهاردة على ان يستقنى في الميران ان شاء الله غدا في تمام الساعة العشرة صباحا على ملعب مختار التتش وبعد كده بقى هيكون السفر في تمام الساعة الثالثة عصرا الى تنزانيا وزي ما احنا عارفين اكيد بيترقص البعثة محمد الدماطي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي واكيد طبعا يعني بعد الوصول هيكون فيه مواجهة هامة جدا ان شاء الله يوم السبت المقبل امام يانج افريكنز بطل تنزانيا في دار السلام ده بيأتي في اطار مواجهات الجولة التانية من بطولة دوري ابطال افريقيا وان شاء الله بنتمنى كل التوفيق زي ما احنا عارفين طبعا ان كان فاز النادي الاهلي خلال الجولة الماضية ودي هتكون الجولة التانية من دور المجموعات من بطولة دوري ابطال افريقيا ان شاء الله هتقوم برايوم السبت المقبل فيه تمام الساعة السادسة مساء نروح بقى لرجال ياد الاهلي وزي ما انتو قلتوا يعني ونوهتوا اكيد بضم صوتي لصوتكم وببارك لرجال ياد الاهلي بعد الفوز على الزمالك مساء امس طبعا في نهاية اول جولة الختمية من الدور التمهيدي لدوري المحترفين ادر نادي الزمالك اكيد ان هو يفوز بنتيجة 25-24 وفاز طبعا يعني او دايما الفوز على نادي الزمالك بيبقى ليه مضاق اخر وطعم اخر حتى لو بفرق سكور مش كبير ولكن اكيد كان الفوز على نادي الزمالك اكيد خطوة هامة جدا خاصة للمرحلة المقبلة لان اكيد المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا سواء على مستوى كأس مصر او ايضا على مستوى كأس السوبر المصري لان الحقيقة رجال ياد الاهلي عندهم واجهات هامة جدا خلال الفترة المقبلة واولها ان شاء الله بدون راحة هيكون يوم 1 من ديسمبر المقبل هتكون طبعا مباراة النادي الاهلي والبنك الاهلي في اطار دور الستاشر من بطولة كأس مصر ان شاء الله هتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثمانة مساء يوم 1 من ديسمبر المقبل وهتكون على صالة القوات المسلحة بسموحة وبعد كده يمكن هيتجه باستة النادي الاهلي او رجال ياد الاهلي ان شاء الله الى الامارات يوم 7 من ديسمبر المقبل علشان بقى مواجهة الزمالك مرة اخرى في اطار منافسات او يعني على المنافسة على كأس السوبر المصري ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لرجال ياد الاهلي في مهمتهم المقبلة سواء امام البنك الاهلي في بطولة كأس المصر او ايضا امام يعني نادي الزمالك على السوبر المصري الدولي ويعودوا مرة اخرى يوم 22 من ديسمبر ان شاء الله المقبل للمواجهات المحلية ومواجهات الدوري تحديدا خلينا بقى نروح لطائرة الاهلي والحقيقة زي ما احنا برضو تابعنا مبارح كان في مباراة هامة جدا للنادي الاهلي ورجال طائرة الاهلي امام نادي الشمس واللي قدروا ان هم يتغلبوا فيها على نادي الشمس بنتيجة 3-0 لتلات اشواط قدروا ان هم يعني يحسموهم لصلاحهم سواء الشوت الاول اللي انتهى بنتيجة 25-11 او الشوت التاني نتيجة 25-19 واخيرا كان الشوت التالت بنتيجة 25-23 يعني عايزة اقول لكل مشاهدينا طبعا ان يمكن رجال طائرة الاهلي ماشيين بخطة ثبتة كانت ضربة البداية امام نادي المؤولين وان رجال طائرة الاهلي بيقدوا اداء كبير جدا فازوا الحقيقة على المؤولين وبعد كده فازوا على بيترو جيت ثم الترسانة وامس على الشمس والمواجهة بقى في الجولة الخمسة هتكون امام نادي دالفي بنتمنى لرجال طائرة الاهلي كل التوفيق وزي ما احنا عارفين برضو ان يمكن سيدات طائرة اخيرا بقى بالنسبة سواء للسلة رجال او سيدات يمكن زي ما احنا عارفين ان السلة رجال اكيد بيستأنفوا تدريباتهم استعدادا لنهاء دوري المرتبط اللي هيقام ان شاء الله يوم ستة ويوم تمانية من ديسمبر المقبل ده طبعا هيكون امام ما نادي اسموح في دوري المرتبط وان شاء الله يكون سواء فرق المرتبط او الفري الاول للسلة رجال يقدروا اداء كبير ويقدروا ان هما يحسموا البطولة لصلاحهم ان شاء الله هتقام طبعا المباراتين على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر وبعد كده بقى يمكن خلاص هيستعدوا او هيعودوا مرة تانية للمواجهات بقى المتبقية من البطولات المتبقية امامهم ان شاء الله اما بالنسبة لسيدات سلة الاهلي برضو يمكن بيستأنفوا تدريباتهم مستعدادا للبطولات المقبلة ان شاء الله سواء الدوري السوبر او كمان كأس مصر دي كانت كل الاخبار اللي معانا النهاردة سواء المتعلقة بالفري الاول لكرة القدم وايضا الفرق الرضية الاخرى بشكركم جدا نكلمة قصة يعني لان هو لفت نظري الحقيقة يعني بص مدرب منتخب انجلترا اتعرض لايه مدرب منتخب انجلترا اتعرض لالنصب من الوكيل بتاعه بقيمة كام مفروض ان هو كان الوكيل بتاعه يعمل له صفقة عقارية يعني موكله ناشر يعمل له حاجات استثمار في حاجات معينة فالقيمة اللي هو الدحك عليه فيها مفروض 28 مليون يورو فده الرقم اللي هو متداول طبعا متداول بشكل كبير الخبر ده من مبارح ناس كتيرة بتتكلم طبعا هو رقم برضو بالنسبة لنا يعني حاجة بعيدة قوي بس برضو هو رقم كبير في العموم يعني بتيجي تتكلم حتى يعني ما يتسمع فحاجة غريبة طبعا حصلت لان مش حاجة قام او مش درجة اه يعني وكانت تتكلم على مدرب منتغب انجلترا كانت صورة سيئة طبعا لان انت تتكلم قامة برضو في بلد يحصل فيه عملية ناصب او يحصل له عملية ناصب بهذا الشكل 28 مليون يور تخيل حصلت لك بـ 28 مليون سكت قلبية بكسر بالسانية والله لو 8 مليون جنيه لو 8 جنيه سكت قلبية بكسر بالسانية الفقرة دي هنتكلم فيها عن لعبة الجودو تحديدا مع بطل من أبطال اللعبة وبعد كده بقى مدرب وحاليا هيكلمنا أكيد عن فنيات الجودو كيفية كمان إعداد اللاعبين للبطلات العالمية خير مرحب بضفنا العزيز الدكتور محمد شفعي لاعب سابق ومدرب الجودو الحالي صباح لها يا دكتور صباح الفل سيدنا وانت صباح الفل والأستاذ كريم صباح الفل على كل الأهلوية صباح الفل عليك سعدة بموت حضرتك معنا أنا أصعد وخلي بدايتنا معك بقى ناخد كده فكرة ولو مختصرة عن خلفيتك كلاعب سابق في الجودو وأهم البطلات اللي شاركت فيها والإنجازات اللي حققتها وقرار التحول من أن أنت يعني لاعب إلى مدرب جيه إزاي وبناء عليه هو كلاعب الحمد لله أنا يعني بلعب جودو من سن صغير قوي وانا عندي ست سنين تقريبا الحمد لله شاركت في بطلات دولية كتير في أفريقيا واخد دور أفريقيا ناشئين تاني كاس عالم تالت جراند سلام تاني جراند بري فالحمد لله وصلت المستويات أقدر أقول أن هي كويسة الحمد لله قرار أن أنا بقى مدرب أعتقد أن أنا خدته من وانا عندي 16 سنة يعني من وانا لعيب سويا عن 16 سنة أنا عارف أن أنا بقى مدرب أنا بحب مهنة تدريب يعني المهنة تدريب نزالي مهنة صيقة جدا كن أنا أعرف أقرى المطشاط أعرف أحل المطشاط أعرف أتوقع الأداء حتى وأنا صغير مع زميلي قبل ما أتعلم أو قبل المدرس كنت بعرف أعمل ده بحاول أعمل ده فحبب المهنة دي أو حابب الطريق ده فتقريبا أنا خدت القرار من بدري قوي فكان شيء طبيعي قوي وبطلت لعب إن أنا أبقى مدرب نفسته كان ده كان من أدهي تقريبا أنا مدرب من 2008 نعم 2008 كنت مدرب بطلت لعب رسمي 2009 ففي سنة خدتها كده كنت لعب ومدرب وبعد كده 2009 بقى تفرغت للتدريب تماما حالو طيب كتن محمد خليني أروح معاك للعبة الجودو في العموم هل إحنا دي نقدر نقول من الرياضات اللي مصر يعني عاملة فيها رانكينجز كويس عندنا أسماء كبيرة على مدار الأجيال المختلفة قدرت أنها تجيب برضو أو تحصد بطولات وميدليات كافية نقدر نقول أنها واحدة من الرياضات القوية عندنا ولا لسه شوية احنا لسه في المشوار والله يعني الموضوع ده متفاوت على مر العصور ومر الأجيال بقى جيال عندنا أجيال قوية جدا طبعا زي جيل كابتن محمد رشوان طبعا أستاذنا وكابتننا الكبير مرورا بأجيال تانية كانت عملت نتائج طيبة زي جيل كابتن باسل الغرباوي وكابتن أشباجت والجيل اللي هو باعتبر نفسي محظوظ أن أنا كنت منه جيلي وجيل كابتن شاب من صباح طبعا صاحب مدارية الأولمبية في أولمبياد بكين وكابتن إسلام الشهابي ودول الاتنين دول تحديدا من أكتر اللاعبين العرب حصولا على مداريات دولية وكابتن رمضان داروش طبعا مدارش النساء وصلوا للترتيب يعني كابتن رمضان كان الترتيبه التاني عالميا كابتن إسلام كان الترتيبه الأول العالميا نوصل فترة من الفترات كابتن إشام مصباح طبعا ثالث أولمبياد وثالث عالم وحصل على عديد من البطولات العالمية طبعا يا كده كده كمان الرياضة دي من الرياضات اللي تقال عليها شعبية يعني إلى حد كبير لأن ابتدى الأسماء اللي فيها ابتدت تسمع عندنا فيها مدلتين أولمبيين كابتن إشام طبعا وكابتن رشوان كابتن رشوان حالة شديدة الخصوصية لوضع استثنائي ونال استحسان وإعجاب العالم على المستوى الشخصي كمان والله مش على المستوى الرياضي يعني على المستوى الشخصي بني آدم جميل جدا بني آدم يعني هو ترجم الجمال ده في الواقعة الشهيرة بتاعته طبعا طبعا كانت تواقعة شهيرة ودي من الواقعات أنا حضرت كابتن رشوان في معسكرات في الخارج المنتخب الياباني بيكون له احترام غير عادي يعني لما كنا في المعسكرات الدولية كان المنتخبات كلها بتتمرن مع بعض كابتن رشوان ما كم بيدخل الصالة المنتخب الياباني بيقف علشان يحييه فكنا منشوف احترام غير عادي لكابتن رشوان طبعا وليه كل الاحترام والتأدير يعني صحيح بس مدليتين على مدار يعني تاريخ اللعبة في مصر مدليتين أولمبيين مش قليل؟ قليل طبعا ولكن منافسة في لعبة الجودو منافسة قوي جدا والتطور فيها تطور سريع وقوي والدول اللي بتنافس دول كبيرة طبعا احنا مواكبين التطور السريع ده؟ مش هتحك عليك في الوقت الحالة يعني في الوقت الحالي فيه جاب شوية الجيل الحالي ممكن ما كانش حظه أحسن حظ ان هو يقدر يواكب الجيل ده فيه شوية مشاكل مش عارفين ان نطلع جيل قوي في الوقت الحالي لكن أتمنى ان احنا نرجع تاني على المصار الصحيح وان احنا نقدر نرجع بعندنا أبطال لان ده مش حاجة صعبة محتاجة طبعا ان يكون عندنا مثلا سبونسورز محتاجة ان لأكل أقوى يكون فيه احتكاك في الخارج أقوى يكون فيه بطولات أكثر المعسكرات طبعا لان حتى طريقة التأهل الأولمبيات عندنا في الجودة مختلفة شوية عند بيت الألعاب لازم يكون فيه رنك دولي لازم يكون فيه بطولات دولية حصل عليها فده مش متوفر في الوقت الحالي ممكن امكانيات مش متوفرة ممكن خمات مش متوفرة لكن فيه مشكلة في الوقت الحالي حتى في التأهل احنا ما اعتقدش ان احنا ممكن نتاهل بأكتر من اللعيب على أكثر تقدير يعني ويهي عمرها ما حصلت خلص ففي الوقت الحالي فعلاً الموضوع مش أحسن حال يعني هي أكثر دولة يعني شطرة في الجودو خلينا نقول كده عوان دهلة يعني رياضيين اليابان هي اليابان هي مؤسسة هي أصلاً هي المؤسسة هي المؤسسة اللعبة ما فيش حد زيها طبعاً جي فترة كان بعدت شوية أما القوانين الجودو بدأت تتغير وابتدى يخش عنصر القوة لأن اليابانيين دهين بيعتمدوا على الجانب المهاري أكتر ويمكن احنا في نصر هنا من التعامل المدرسة اليابانية ابتدى يدخل المدرسة الروسي اللي بيساهمت بالقوة البدنية الكبيرة فابتدى الخريطة تتغير شوية بعد كده دخلت المدرسة الفرنساوي اللي بتجمع بين المدرستين التكنيك اللي هو الياباني والقوة اللي في المدرسة الروسي طب المدارس دي احنا بنتعامل معها كده من على الوش ولا عملته عملية جلب لخبراء من المدارس يعني هل في حد مثلا من الاتحاد استغل طبيعة وضع كابتن محمد رشوان في اليابان في يدروا من خلاله نحن نستفيد من الخبرات اليابانية في هذا الإطار ما حصلش ده بشكل كبير يمكن الفترة أو الجيل بتاع كابتن محمد رشوان كان عندنا خبير ياباني وكان هو المسؤول عن المنتخب وهو اللي عمل الجيل العظيم ده اللي هو مسؤول عن جهده في مصر تقريبا دلوقتي وعلى رسوله طبعا كابتن محمد رشوان وهو كان صاحب التاريخ الكبير في الفترة دي احنا كنا مصر بتلقب بيابان أفريق المدرسة اليابانية بالتكنيك العالي بالفنيات الجميلة ففي الفترة دي احنا كنا متميزين جدا لكن بعد كده ما حصلش اللي احنا جبنا خبر أجانب أو ناس من مدارس مختلفة كان اعتمادنا الأكبر على المداربين المصريين ويمكن ده أنا شايف أنه هو سبب من الأسباب أنه احنا ما كناش عارفين نواكب التطور اللي بيحصل في الجدو وده راجع أن أنا ما عنديش بجت كافية ولا ده راجع لإيه؟ ممكن يكون ده سبب طبعا أنه ما فيش بجت عشان نجيب أسماء كبيرة ممكن يكون نحنا عايزين نعتمد على المداربين المصريين ولو أنه شايف أنه الأحسن نجيب حد يعلم المداربين المصريين ويكتور من أداءهم لأنه بالتالي هيعود على المنتخب ويعود على الأندية فهنلاقي الموضوع أكثر تطورا برضو تفصيلة الإمكانيات غالبا هي الأكثر منطقية ده كالعجز لأن نفس العجز ده وما مش قدرين ليس يسفروا لعيبة ولا يعملوا معسكرات بالضبط يعني إحنا من سافر بطولة العالم بمعسكر في المركز الأولمبي معنا دولة تانية ما بتقعدش في بلادها علشان تعد ده أنا بقول الجيل بتاعنا مثلا كان جيل محظوظ كان عندنا بطشت كويس كنا منسافر كتير كان منروح معسكر كتير وبالتالي ده الترجم للنتائج كان عندنا واحد زي إسلام الشعابي زي رمضان درويش زي شم صباح مع حفظ الألقاب طبعا ليه وإخواتي وأصدقائي يعني وصلوا الرنكات العالمية وعملوا بطولات هيلة الجود على الخارجة العالمية كان موجود بصورة كبيرة لأن إحنا تقريبا ما كناش منقض إحنا دايما مسافرين دايما معسكرين برا فكان الموضوع طبعا مختلف تماما بالمناسبة إيه اللي بيحصل في المعسكرات الخارجية وما بيحصلش عندنا في المعسكرات الداخلية الاحتكاك إحنا لعبة دولية لعبة فردية دايما اللعب بيتعلم لما بيلعب استعالات كتير من اللعبة بلزبط هنا أنا بلعب زميلي إحنا حفظنا بعض خلاص ما فيش جديد بيحصل برا أنا بلعب استعالات مختلفة بلعب أوزين مختلفة بلعب ميريس مختلفة بغض كتير فبالتالي بتعلم كتير فالتعلم أو بييجي من كتر الغلطات فأنا كل لما هغلط فالغلط ده مش هعفة تاني مع المدارس الكتير اللي بتعلمها فبالتالي بيكتسب خبرات أكتر فبالتالي مستوية بيروح في مكان تاني خالص فبالتالي قدر نفس الناس دي بجانب بالرهبة بتتكسر لأنها بلعب الناس دي الناس اللي بلعبها في المعسكرات دي هالي بلعبها في البطولات فبالتالي الرهبة اللي بينهم بتتكسر فطبعا بيخلي الموضوع مختلف تماما طيب هو الوقت بيجري كابتن محمد بس احنا عايزين نسمع منك أكتر نحن كنت يعني لاعب ودلوقتي مدارب فملم بكل الأمور الخاصة بهذه اللعبة ايه اللي حضرتك بتتمنى يحدث فيه تغيير او يطرق يعني على لعبة الجودو في مصر وإيه اللي نواقص وإيه لنفسك يعني الحلم الخاص بالجودو ان مصر توصل فيه خيال نسمع منك والله اتمنى يعني بفيه اهتمام أكتر اهتمام موضوع مش تبريب بس المنظومة او الفكر بقى مختلف تماما دلوقتي مش موضوع انا بمرن بس او الجانب الفاني بس لازم هاتم بجانب النتريشن لازم هاتم بجانب الصحة النفسية بالمنتل لازم هاتم فيه حد متخصص للياقة البدنية منظومة كاملة مش مجرد مدرب جودو كلنا مدربين وكلنا نقدر ندرب جودو بس مش كلنا نقدر نتعامل مع العيب نفسيا مش كلنا نقدر نعد اللاعب بدني مش كلنا نقدر نتعامل وترى التدريب الحديثة خلينا نقول يعني مش متوفرة عندنا نقبل انا لما هكون فاضي بس للشك الفني اكيد هقدر ابقى مطلع اكتر وقدر اطور من نفسي في الجانب بتاعي لكن احنا كمدربين من نتعامل مع العيب في الحتة نفسية من نتعامل مع عيب نتريشن من نتعامل مع عيب نتريشن بردو بقى انا انا درستها مش كلنا بس مش اختصاصك انا درستها بقى اختصاصي انا حبيته ودرسته لكن مش دوري خلينا نقول ان هو مش دوري بكذا مدرب تشكول بقى ايه وزيزل تشكول بقى جايبينه بتاع كل حال يعني ده توفير ولا لا لا انا بجانب شغلي في التدريب انا اخصائي تغزيه بس ده مثلا ينطبق على حضرتك ككيس لكن مش كل حد كده لا انا مش دوري انا بالصدفة انا اخصائي تغزيه ومدرب جهده فده جا صدفة لكن ده مش دوري ان انا نعمل ده ولا ده الطبيعي لكن مثلا انا ما فيش هفهم في الاعداد البدن وده هيرجعنا تاني برضو لنقص الامكانيات اللي نتج عنه عدم موجود خبراء في التهزية وخبراء في الاحمال فبيخلي المدرب يعمل كل حاجة فهزي ما حرق قلت كده مدرب تشكول فبالتالي مش هيقدر يكون فاضي في الجانب الفني اللي هو مفروض ما يعملش غيره يعني هو الجانب الفني اللي هو لازم يكون مموض دي وانه هو يعمله على اكمر وجه حتى ده اللي هيتحاسد بناءا عليه بالزبط ففي الاخر هو مقدرش يعمل ده باكمل وجه فبالتالي بيتشعب وتشيط وبيتركز في كذا مكان فمش قادر يعمل كل حاجة باحسن صورة وبالتالي ده سيؤثر على النتائج ومشاركة مصر في المحافل الدولية فيعني هي منظومة مخترطة للأسفل بص خلينا نكون صرحة مع نفسنا احنا عندنا قصور في التفكير في منظومة الرياضة عموما ان المدرب هو مفروض يعمل كل حاجة لا هو مدرب مش مفروض يعمل كل حاجة المدرب بيدرب المدرب فني فقط لا غير زي ما قلت حاليك انا بالصدفة انا شغلي اخصائي تغذية ومدرب فعرفت عجل ويعبل الاتنين بس مش عارفة اتعامل في حتة المنتل مش عارفة اتعامل في اليقر البدنية لانه مش شغلتي الوضع ده لازم يتغير فكرة يا محسن الصدف ان انت بتعت خبير في التخزافة بالمرة تعمل الدور وهو مش دوري انا عملت ده شغلي اوكي خلاص ان انا بحب الكرير ده فبساعد في الحتة دي لكن هو في الاخر مش دوري لو مدرب تاين مش ملين بالحتة دي مش عارفة فيه مش قصور فيه انه مش دور ان هو يعمل ده يعني على كل حال دكتور محمد الوقت خلص لكن اتشرفنا وجود حضرتك ورسائل الاخيرة زي رسائل مهمة جدا اتمنى لو فيه مسؤولين بيتابعونا واعتقد يعني كبير جدا فيه مسؤولين بيتابعونا وبدالي احنا كلما بنتكلم في حاجة بجد بعد ساعة او ساعتين بلاقي تليفون تحديدا كمان من يعني موظفين او اصدقاء لنا كمان من بزارة الشباب والرياضة بيتواصلوا معنا عشان يعني يلموا بيه الامور بشكل اكبر يعني ابشت الصوت واصل واصل اتمنى ان شاء الله خير ان شاء الله خير اتشرفت بيكو واتشرفت بوجودي في قناة الهل الاهلي بصفتي اهلاي وصاميم يعني اتشرفت بيكو وان شاء الله نسعد باللقاءة مرات ومرات صرف ليه طبعا صرف ليه عندنا بقى كلام كتير هنتكلم فيه عن ماتش الاهلي واسموحة وعن الاستعدادات لاستكمال مباريات دوري ابطال افريقيا وعن السفر لتنزانيا وطبعا بالمرة كمان هنتكلم شوي عن دوري ابطال اوروبا كل ده يعني هنتكلم فيه مع ضفنا اللي بنورنا كابتن اسلام عاد النجم النادي الاهلي السابق اللي بنسعد وبنورنا دايما في البرنامج صباح تقول لعليه صباح تقول لنا هون منجور جدا والواحد يعني اقولي حقيقة بقى هتكلم بصراحة كالعادة في فقراتنا يعني لأنا زعلانة على المستوى الشخص كواحدة من الجماهير مش كاعلان بقى وطلعي بقى موضوعي أنا زعلانة لان بعد اللي حصل في الجونة قلنا لأ معقولة بقى مع سموحة هنكرر نفس النتيجة ونفس الفنيات ونفس الأخطاء اللي حصل ان احنا كان ممكن نفوز بشكل كبير لان انت كنت متوقع اللي قدامك هيلعب ازاي هيقفل اللعب هيلعب دفاعي هو اصلا داخل مش عايز يفوز هو داخل عايز يتعادل ده بالنسبة له كان المكسب فالدنيا سهلة ووضحة وسالسة ورغم ده انت برضو ما حققتش المطلوب منك ده بتفسروا بيه كاتن اسلام فيه هدوء شوية في أداء لعبة نادي الاهلي متطمنين شوية فكرة برضو انك بتلعب بطولات محلية حاسس ان البطولة بنسبة لك سهلة لعين انت سابق بفرق كبير جدا وساعات برضو خد بالك احنا بنكسب البطولات وحنا في مستوحش لضعف المنافسين متلاقش حد قادر او ان هو ينفس النادي الاهلي حتى الزمالك يعني الغريم التقليدي اللي هو تاريخيا بينافسنا المفروض عنده مشاكل ادارية وفنية بقاله فترات طويلة جدا فهو بعيد فانت متطمن يعني انت مش برضو ايه انت كنادي اهلي مش مصدق انه طول ما الزمالك بعيد انت مش مصدق ان الفيرامج يخط منك الدوري مش مصدق ان فيه الشرق امبي انت برضو مش مصدق دي ففيه امان شوية انت متطمن شوية مرتاح شوية لعيبة يعني متفرج على المباراة حتى فيه اللقطة كده مثلا مبارح لعلي معلول بمصعف كان في الملعب فبيحاول يطلعه من مكان اقرب يعني انا مش مصدقها يعني مش مصدقها مش اظن هو بيمثل لكن لا فيه حاجات تتعمل اكتر من كده من اللعيبة علشان نقدر نكسب المباراة لكن في النهاية الهدوء اللي دايما احنا بنتصرف به هو ده اللي بيساعدنا ان احنا نحافظ على شكلنا وكان ما نتهزش نحافظ على انت كده رجحت الكفة الكلام اللي كانت هوند بتقوله في الاول هي كانت شايفة ان السبب الرئيسي بل وقد يكون الوحيد هو السقة الزايد ده انا كنت شايفة ان ممكن يبقى فيه ميكس من اسباب مختلفة قد يكون من ضمنها التراخي قد يكون من ضمنها الاجهاد قد يكون من ضمنها عدم التركيز لكن انتو كلامكو تقريبا واحد لا يعني هيبقى اجهاد ازاي يعني مثلا اكرم طفي كان بعيد عن ما لعب باله فترة طويلة جدا موجود ما اعتقدش انه مجهد يعني ونزل تدريجيا بشكل كويس كريم في وقت كمان كان موجود بنشوف حتى المبارات الاخيرة اشراك عدد كبير من اللعيبة اللي هما النشئين وراجل بيحاول يعمل روتيشا يعني مش وحش فلا انا مش شايف فكرة الاجهات دي انا مستبعدها تماما لكن الهدوء الغير مبرر خاصة ان احنا في وقت قليل خسرنا بطولتين وربعات فمش متعودين ان احنا انا بقول لما مخرج من بطولة السوفر ريجل بطولة جديدة الافريقية انا اخترتها يعني انا اخترتها في السم فاينال او في اي دور انا اخترتها لانه انا دايما مرشح ان انا كسب اي بطولة وكنا بنتكلم على شكل بطولة دينية بتتعامل لأول مرة فكنا حبينا ان النادي الاهلي دايما يبقى اسمه بيتحط دايما تاريخيا ويوفق يعني انه اي حاجة بتتعامل لأول مرة احنا كان في الاخر في الاخر زي ما اتفقنا قبل كده طبيعي بنفس نفسنا فبنبص لارقامنا احنا ما بنبصش لحد تاني وكنا بنقول طول الوقت انه كل عشر سنين بيظهر فريق فافريقيا يحاول نفس النادي الاهلي الفريق اللي ظهر في الفترة الاخرى هو سانداونز وقبله كان مازمبي وقبله تراجي وقبله الرجاء يعني فرقة كتير لكن احنا الباقيين دايما لكن البقاء دا يصحق منك انك تحول بشكل اكبر من كده انك تكتهد انك تنافس نفسك ان كل تمرينة جوه النادي الاهلي مش كل مباراة كل تمرينة جوه النادي الاهلي لازم تبقى احسن من التمرين اللي قابلها بكتير جدا فما مالك بقى بمباراة محلية او افريقية تجدير الدوافع مهم جدا انا شايف ان العمل الاداري جوه الفريق مهم جدا لانه انت بذات الناس المصريين يعني المصريين برضو في الاول وفي الاخر المدير الفني الاجنبي هو مدير فني كبير لكن في الاول وفي الاخر هو موظف النادي الاهلي هيجي فترة طالت او قسرت وفي الاخر هيمشي الاسطورة مانو الجوزية مشي كل الناس مشت كل الناس عملت ارقام غير مسبوكة ومشت لكن اللي بقى احنا اللي بقى احنا كلعيبة لان احنا بعد شوية هنبقى مسئولين وبعد شوية هنبقى جمهور وهنقطوله عمرين هنفضل منتمينين لنادي الاهلي فأنا غيرتي وغيرت نهواندي وغيرت حضرتك على النادي الاهلي من اي مكان في القناة في الملعب في المدرج هنفضل غيرانين طول الوقت على النادي الاهلي فلما تلاقي نهواندي بتقولك كلام يعني يعني ممكن الناس قولك المفروض ان هي تعدعى من نادي الاهلي هكذا بتعدعى من نادي الاهلي مش دعم النادي الاهلي ان انا اقول لما نعمل حاجة وحشة ده أولى خطوات الإصلاح والاعترف بوجود أخطاء ولو ما اعترفناش إن فيه أخطاء هيبع عندنا مشكلة وإحنا أوليس لازم نعترف بالخطأ ده كمان تقييمنا لفسنا لازم يكون صادق يعني لازم أنا أحبون صادق معك ومش أخبي عليك لازم نطلع فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل طيب حدثنا اليسا مستمر مع كابتن إسلام عادل ومنتكلم تحديدا عن مباراة أمس والعمر الحدث كان غير متوقع تماما والأهلوية كلهم والجماهير محتاجين إفاق لحد ما من اللعيبة بأمر يترجم فنيا على الأرض مختلف ونتيجة كمان لأننا لو كلمت أننا محليا وضعي كده طب أنا ما جي بعد كده أتكلم إفريقيا والوضع على فكرة مش مطامئن خالص برضو أكتر وأنا خايفة حتى من كل مباراة حتى بنتكلمة قولنا هو ميدياما وهو يونج أفريكانز وبتاع أبعاد قوي بس حاك شفت الأداء عامل إزاي برضو بالضبط يعني هي الفكرة زي ما بقولك الأداء فعلا نحن مش رجل عنده بشكل كبير جدا وأنا متأكد أن كل رمع اللعبة أو اللعبة نفسهم مش رجلين عن الأداء وكويس إنه ده بيحصل في بداية السيزون لأنه ده كده كده بيحصل يعني زي ما بقولك متمنين شوية لكن الهدوء مهم جدا أن نحن نحاول نصلح ما يمكن إصلاحه مش رجل جدا بس يعني أنا مش شاف أن نحن عندنا مشاكل فنية كبيرة شوية جدا لأن النادي الأهلي يعني بالنسبة لنا مش 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 منطقة نحن نقعد نلعب تسعين دقيقة مش عافين نحرز عدد كبير من الأهداف برضو في المباراة أفريقيا برضو اتأخرنا علشان نقدر نجيب جول وبعدين ما بيجي جول بتلاقي دون فتحة بقى بتلاقي الدفاعات الفريق اللي قدامي خلاص اللي هو بيلعب علشانه خلاص بداخل فيه واحد سفر فبالتالي عايز عوض أو على الأقل ما بقاش عنده نفس التحافظ فتقدر تجيب جول تاني وثالث واخد يبالك مش من دلوقت بس يعني تاريخيا كل الأنديال اللي بتلاعب النادي الأهلي محليا وأفريقيا بيدفعوا قدام النادي الأهلي فده موقف مش جديد علينا كل الناس بيلعبوا بحضاشر لعيب قدامنا بما يكون حدث المرور ساعد بنحسن التعامل مع التكنيك ده اللي بيستخدمه المنافس وساعد بنستق فيه لما يكون التكتل الدفاعي مبالغ فيه ما برضو بيخلي مهمتك مش سهلة لازم يكون عندنا حلول للنوع ده من الأداء اللي بنشوفهم بعض الفرق المنافسة علشان كده بقول لك التصويب مهم جدا يمكن إضافة إمام عشور للنادي الأهلي يمكن هو اللعب الوحيد اللي في نصف ملعب اللي بيحاول يعني الحياة إضافة رائعة جدا لعب مختلف في مصر كلها يعني بيشوت بشكل كويس جدا أوقات كتير جدا مهم برضو ما تبقاش ما تعنيتش مش كولي شوية لعب من العم كلا تبتدي تلعب بقى من الأطراف شوية تعمل كوروسات شوية من الجنبين جدا في التمنتاشر ما ينفعش تحط خمس تعيبة وانت تبقى عندك لعب واحد أو اتنين نازل تبقى في خمسة انت خلاص كده كده يعني يعني أنا شايف إن فيه أوقات كتيرة جدا التعادل بالنسبة لك زي الخسارة فتستغنى عن حد في المدافعين أو من نص ملعب تحط تلعب باتنين وتلعب بتلاتة ما فيش مشكلة خالص على الإطلاق يعني انت تبتكر مانو الجزيف في مبارسة كتيرة جدا كان بلاعب واي الجمعة ومساك اللعب وفروت حصلت كتير جدا في أوقات كنا أو في أوقات كتير جدا من المباراة يعني فأنا شاف إن كوروسات محتاج برضو مرونة تكتيكية شوية تنويع شكل اللعب بشكل كبير شوية لأن الناس كلها طول الوقت تخط بالك انت برضو انت الايدل بتاع مصر انت كل الناس بتبص عليك وعارفين كل تفاصيلك عارفين معلول بلعب إزاي وعارفين معشور بلعب إزاي وعارفين كل الناس حفظة تفاصيل العيب فده بيصعب المهمة بتاعتك لكن في النهاية هو ده قدرك إنك انت برضو أكبر نادي في أفريقيا فده قدرك إن كل مباراة تبقى بالنسبة لك صعبة علشان تحفظ على الشكل ده هو ده التحدي إنك توجد حلول بقى للكصة حلول فنية مهمة جدا وتاني وتالت ورابع الدوافع النادي الأهلي لو عايز يكسب هيكسب أي حد جوه برا لو عايز يكسب هيكسب أنا بنزل الملعب أكيد عايز أكسب لكن بتعمل إيه عشان عايز يكسب فهو ده المهم ما أكيد إحنا النادي لها لا عايز يكسب لكن في النهاية هل الغل والقوة والقدرة على المكسب والفوز بالالتحامات والكرة التانية والكرة الأولى والكروسات والرغبة هل ده موجود؟ ما كانش موجود بالنسبة كبيرة لا مفتقدين وشوية مقارنة بالموسم الماضي يعني إحنا كنا خارجين الموسم الماضي من موسم سيء اللي قبليه وقلنا هنعوض وقد كان وانت من أول مباراة في الموسم السنة اللي فاتت كنا أكثر من رائعين ومشيين فعلا باتجاه واحد ما بيتغيرش دلوقتي انت بادي بداية لا يتغير موافقة تماما وكل مرة بنقول يمكن هنعوض يمكن هنعوض ولسه وثقين ان احنا هنعوض على الفكرة لسه بدري بس احنا خايفين يعني الموسم ده احنا خايفين ولما هي هتكلم بقى إفريقيا طيب هو متوقع ان كولر مفروض هيلعب بقى بتشكيل مختلف في إفريقيا طب بالنسبة للـ Young Africans أنا برضو بشوف انه مش من المنافسين اللي أنا مفروض يعني أقلق أو أحس ان أنا داخل المباراة مش حارف أخلصها في الدائل الأولى صحة ولا غلط طيب ايه بقى اللي هيحصل يعني متوقع ايه من النادي الأهلي في هذه المباراة زي ما بقولك أنا ببقلاش قوي من أسماء المنافسين بقلق من حالة النادي الأهلي فبالنسبة لي فريق كبير فريق صغير أبقى الآن جدا وأنا راح ألعب مع أي فريق لو أنا حالته مش كويسة والآن خالص لو أنا راح ألعب مع أقوى فريق بس أنا حالته كويسة يعني إحنا وحنا راح نلعب فهين الأفريقيا السنة اللي فاتت وأنا متطمن من حالة اللعبة وعارف أن الراجل ده بيدافع كويس قوي فأقلت هناك مش هيتكل فينا جوي ولو دخل فينا جول هنعرف يعني هنجيب جول ونعرف نعرض بهم إن إحنا نجيب حاجة فأنا كنت متطمن إنما حالة اللعبة ندي الأهلي بص خليني برضو أقول حاجة عشان تبقى الأمور ما فيش حاجة مقلقة قوي يعني لما نجي نتكلم في إن إحنا محتاجين بعدنا جدية شوية أو إصرار شوية ده حاجة مش مقلقة يعني ده حاجة في المنتل بتاع العيبة يعني إحنا ممكن تقعد نعمل اجتماع كده فنحمس بعض فنقدر نحلها هو أقال نفسه كان تحس في المؤتمر الصحفي متضايق يعني ما كانش ده شكله في مباريات سابقة يعني ما كناش بنشوفها بس هو يتدى يحس أن في حاجة غلط لازم وقفها من ردود أفعال الجمهور تجاه يعني شفت برضو أحد المشجعين برضو بتدى يتكلم يعني لأن حاجة هو بالنسبة له الراجل في الأول وفي الآخر وراجل أجناب موظف يعني في الأول وفي الآخر وفي الأول وفي الآخر وماشي ماشي دلوقتي بعد سنة بعد سنة ثانية بعد ثلاثة لكن نادي الأهلي أنا دائما يعني بخلي المصري ده اللي موجود في جهاز النادي الأهلي مش مجرد بقى موظف ده واحد ابن النادي واحد عارف الجمهور برا بفكر إزاي وعرف العب وتفكر إزاي وعرف الضغوط اللي علينا عاملة إزاي وده اللي باقي طيب خليلي بقى من نفس المنطلق ده سألك السؤال ده التعبير بتاع تجديد الدوافع بيتقال كتير المصطلح ده يبقى حتى مستهلك في الفترة الأخيرة واحنا إيه اللي خليلينا بقى مضطرين نجدد الدوافع عند اللعيبة مش المفروض اللعيبة من نفسها عندها الدوافع دي وعارفين كويس قوي هم لبسين تيشرت مين وحتى للمجد الشخصي يا سيدي إيه اللي بيخلي الدوافع أو العزيمة تقل شوية فهنبقى إحنا بدورنا مضطرين إن إحنا نجدد الدوافع عندهم بص كلمة الدوافع دي عمرها ما هتقدم هتفضل موجودة طول التاريخ لأنه عنصر مهمة وعنصر أساسي ممكن يبقى متطمن شوية إن أنا متطمن على مكاني كلعيب إن أنا كيكده بلعب أساسي أو متطمن على مكاني كفريق إن أنا كيكده متصدر الجدول لملعب مرشو بتاعي المؤجل يعني لكن في النهاية الدوافع لازم تدخلق طول الوقت مش هتقدر طول الوقت لازم ببقى فيه منافسة طول الوقت لازم بقى فيه منافسة على مركزك وعلى مكانك لازم ما تبقاش متطمن مش هتتغير مش هتعرف فكرة إن أنت توصل لحد إذا كريسيانو نرده بنفس العقلية إن بيجيب لعيب بقى هو بيخلق لنفسه للدوافع إحنا لسه موصل النهاراش حتى نكون واضحين يعني هتبقى صعبة يعني ممكن تلاحات حتى مثلا عب منعم أنا شايف واحد من أحسن المدافعين هو مش هاي لعيب متحمل المسؤولية رائع يعني لكن في نهاية هو برضو يعني حاسس بنفسه سويا أي لعيب متحمل المسؤولية مش المفروض إن هو يعده تجديد ذاتي للدوافع جواه سمات شخصية بقى يعني سمات شخصية يعني صعبة جدا أن أنت تلاقيها في الأجواء بتاعتنا واللي بيساعد في الكسر دي عوامل كتير جدا إن إحنا برضو كجمهور يعني وكماديا بنسرع جدا في تنجيم اللعيبة واللعيبة بتعطل يعني الموضوع ده بيأزل لعيبة بشكل كبير جدا تنزل تشوف بقى اللعيب نازل في الشارع تلاقي العالم كله حواليه بتلاقي الحيابرة برضو هو نجم كبير جدا بتلاقي في الملعب هو مطامن إن هو يكون متواجد مشاركاته موجودة بشكل كبير جدا ما فيش عقوبات مادية فما فيش أي حاجة يعني تعلقه فبالتالي هو مش ألقان دي اخد بالك بطبيعة بشرية يعني فإنك تلاقي واحد منت المختلف هو رونالد واحد بس في العالم في الوقت الحال اللي إحنا فيه ده يعني حتى ميسي كاسول يعني بصوا ربنام يديله موهبة عاملة إزاي بغض نظر بقى عن الزابست أو جيزة كرة زبالي بيخدها كتير اللي أنا مش مختونع بها دي لكن في النهاية هو أولا لا لأنه رونالد غريب التكلام أنا في النص لا هقولك بس عشان خاطر في الآخر برضو يعني السنة بلعف أمريكا وآيان كان حتى كاسل عالم يعني برضو كاسل عالم هو تيم الأجواتين تيم كبير بس مش عاد أخر براء الموضوع لكن هو رونالد واحد يا جماعة يعني هو رونالد واحد والله كلام محترو أنا برأي كده برضو خد بالك برضو الفرق ما بينه رونالد ومسي مصحب عمودة الغالي أنا بصراحة رونالد ومسي خد بالك الفرق كبير جدا ربنا ادى المس موهبة من عنده ربنا والراجل ده يعيني قاعد يكافح طول حياته عشان يقدر يبقى منافس للموهبة دي وبعدين مست في سعوديان نهاردة بيجيب جوال عاملة مش جوال سهلة أنا كنت متخيل بقي قلت زاكي جدا راح برضو دوري مريح فهيفضل برضو الناس بصلوا ان هو جميل دول حلوة قوي بعد اللقطة الأخيرة اللي عملها عدم احتساب راكت الجزاء يعني ظاهرة يعني بأمانة لو كان فيه ظاهرة فكورة أنا شفتها بعيني عشان برضو فيه أجيال أبل كده ما شفتهمش ومظلمش يعني لو فيه ظاهرة فهو رونالدو الحقيقة يعني نروح لدوري أبطال لأوروبا ولا نروح لإيه والله الواحد يعني نروح لدوري أبطال يعني نقدر نقول التوب ثري في الفرق مين برضو بترشع هل هو برضو زي ما بنقول كل موسم نفس التكرار ولا شايفين منافسين ممكن يكونوا مختلفين الموسم ده لا الكورة بيتشبها بعض شوية بعد ما رونالدو ومسي خرجوا اللعبة الجامدة ما بقوش يعني اللعبة مختلفة مش موجودين كتير يعني يعني مثلاً هولندا في منشستر سيتي ببي مثلاً في بإس جي مش هتلاقي لعبة بقى في الأندية حتى ريال مدريد يعني فنيسيز يعني مش برضو بحجم رونالدو مفيش حد برشونه بحجم ممسين فهتلاقي بقى الفرقات ما بقيتش كبير يعني النهاردة في مباراة نابولي وريال مدريد أعتقد مباراة ممتعة جداً يعني بقى هتلاقي هتلاقي فريتين كبار بيلعبه في العادي لما كان بقى رونالدو موجود مثلاً في ريال مدريد كنت يتتوقع أفضلية بشكل كبير جداً لريال مدريد النهاردة لأ النهاردة عادي جداً يعني هو يبقى ريال مدريد أنه فريق زي نادي الأهلي كده بيعرف كسب بطولات فهو مرشح دائماً يعني حتى لو هو ما عندهش يعني هو النجم الأول في أوروبا لكن هو بيعرف كسب بطولات هو نادي أصلاً بطولات يعني وعنده العبابة متمبسة بشكل كبير جداً لكن خلينا أقولك أن أوروبا لفترة الأخيرة الفرق مش شبه بعض مستوياتهم قريبة من بعض بشكل كبير جداً مش هتقدار تقولي النهاردة بيرون منخ مثلاً أحسن فريق مش هتعرف يتقولي دي مش هتعرف تقولي النهاردة برشلونة مثلاً مكتسح زي ما كان في فترة من الفترات مثلاً مع جوارديو ولا مثلاً ما فيش حاجة مختلفة ما فيش فريق بيقدم كورة مختلفة ما فيش فريق بيكسب بطول الوقت بشكل كاسح يعني لا هتلاقي الفرق كلها قريبة من بعضها فيه ثبات شوية حتى على صعيد الدوريات الأوروبية وكلمنا عن الدوري الإنجليزي قد يظهر شوية أرسنال كانستان اللي فاتت بيحاول أستون فيلا حالين برضو شغال بسه برضو بيبقى ليفر بول ومان سيتي برضو هم الأبرز يعني المتعة حسها يعني كورة القادمة العالمية تم فقدتها أنا مش عارفة اللعبة قالتها ما كان جاب يحصل زمان التكنوليجة زادت في الكورة فاللعبة الفنانين قاله بجد يعني فكرة برضو كورة العلم دخل فيها بشكل كبير جدا يعني مثلا المان سيتي عنده مثلا 13 محل الأداء انت متخيل عن إيه يعني 13 احنا هنا عندنا واحد واثنين بالعافية عندهم 13 ويمكن بس مع ساعات أكبر من كده والناس اللي بيشتغلوا جوه جوه التيم بتاع الفريق الأول كتير جدا كله حاب يعمل حاجة فبالتالي دراسة المنافسين خد بالك ده في المان سيتي وخد بالك إيسي على ده أصغر فرقة في أوروبا بتعمل حاجات شبه كده يعني برا الجاب مش كبير قوي هو باختلاف طبعا في نادي غاني قوي في نادي يعني ما عندوش نفسه الكودرة المالية لكن الناس تقريبا واحد يعني كل واحد بيطبقوا على حسب إمكانيها او برا عندنا كده كابتن السلام يا رب نورتنا بحلقة نهضب نشكرك على وجودك بشكرك كابتن السلام ونتمنى يبقى فيه أو تعود النطعة مرة تانية للكرة عمتا عالميا كمان لأن فعلا كل ما هو متوقع إلى حد كبير ممل على كل حال نورتنا طبعا كابتن السلام كالعادة وده مكانك ونشوف حضراتكم احنا بالنسبالنا إن شاء الله الأسبوع القادم ويعني أمنية شخصية يعني تاني يمكن الواحد مش في الموت شوية لكن ده حرصا وغيرة على النازل الأهلي لأن فعلا الأداء حتى هذه اللحظة مش هقول أنه هو حزين لكن لقنا الفترة اللي جاية إن شاء الله نرجع مرة تانية نقف على رجلينا ويتم مصالحة الجماهير من قبل اللعيبة لأن ده اللي احنا تعودنا عليه كمان نشوفكم إن شاء الله لحد الجاي